كنا نعيش في سجن كبير وسجون الاحتلال حاليا أرحم من سجن الضفة الغربية بالسبعينات اللي كنا عايشينه لحد ما اطلعنا برا البلد أتذكر المحقق كان يضرب على الطاولة وقل لي وحياة أبوك اللي بطارد عليك إلا أسفرك على الضفة الغربية أنا ما بدي أولادي يبدأوا في مدارس الغربة وتمشي فينا سنين وأقع بفق إنه لا يخلصوا الأولاد لا يروحوا على الجامعات رجعاتي من بره للبلد كان قرار عقلاني باخده أنا مقرره ضمن خطة معينة بالدرجة عفتح بزنس باشطية في البلد لكن خروجي من البلد كان في معظم ويكون عاطفي فالمغترب بشكل عام هو مسكيم في غربته ومسكيم في رجعته مرحبا أنا بهيج البقاوي والده لأحمد في برنامج تقارب مع أحمد اليوم كنت سعيد جدا أن أكون بالحلقة 100 اللي توج فيها جهد سنتين ونص من حلقات كثير مميزة اتطورت كثير أنا بقول لكم أن تجربة اليوم مع أحمد كانت كثير رائعة في ساعتين ثلاث ساعات من النقاش والحوار وبرنامج تقارب 100 حلقة اللي تم نشرهم لحد الآن أعتقد أنه كانوا كثير إضافة لكل من سمعهم بالتوفيق يا أحمد ويعطيك العافية ويشوف منك حلقات كثير جاي لك قدام وأنت متميز وبرنامجك متميز ويعطيك العافية مرحباً وأهلاً وسهلاً فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب حلقتنا لليوم معكم أنا أحمد البقاوي وضيفي لليوم العزيز بهيج البقاوي أبوي هاي الحلقة كثير خاصة اخترت الوالد لتكون الحلقة الخاصة جداً بمناسبة 100 حلقة على تقارب فقررت أحتفل فيها أو واحد من أشكال اللي احتفالات فيها يكون بهذه الحلقة العزيزة جداً على قلبي ولقي لي دائماً طوال الوقت برحلة تقارب كنت بمر على أكتر من ضيف اللي كانوا موجودين بره البلد وجوه البلد عايشين غربة عايشين منفى بعاد عن البلد لاجئين أو غيرهم أو حتى فعلياً بشعر بغربة داخل البلد فقررت بجزء أساسي أنه سؤال الحلقة المية يكون حول الغربة ويمكن فعلياً إذا بدي أحكي على الغربة بدل ما أرجع لها لسياقات أكاديمية أو سياقات بحثية ما فيش عندي حالة أنا مطلع عليها مثل حالتنا حالة بيتنا حالة ظرفي حالة ظرف أبوي اللي على مدار السنين فعلياً كلها كان بتبدل من حالة تباعد عن البلد وحالة تقارب عن البلد وفي حالة هذه التضارب اللي موجودة ما بين أن الواحد عم بعيش بره عشان يبني إشي في البلد بس كمان بشعر أنه عم بيخسر إشي في البلد وإذا رجع على البلد كمان بشعر أنه بده يرجع يطلع من البلد مرة تانية عشان يرجع يبني شيء بره أو يرجع يبني إشي في البلد فطوار الوقت في هذه الحركة اللي موجودة هذه النقطة النقطة الثانية لقيلي في مفاهيم كثير تغيرات وفي تعريفات كثير تغيرات منها تعريف الغربة والحاجة للغربة يمكن السؤال تحديداً رح يكون في هذه الحلقة يمكن الغربة بين جيلين أو الغربة بين جيلين مش يمكن وانطلاقاً من هذا السؤال رح أجرب أقارن أو أخوض أو أبحث أو أفصل ما بين مصار غربتي ومصار غربة الوالد مصار غربة جيلي ومصار غربة جيل الوالد قبل ما أبلش بحب أشكركم مقدماً على متابعتكم تقارب طوال الميت حلقة شكراً على دعمكم لتقارب طوال الميت حلقة شكراً على كل مقترحاتكم للمواضيع والضيوف والأفكار والأسئلة اللي ساعدتني دائماً على أني أبني تقارب ويوصل للمكان هذا شكراً لكل من ساهم فيه شكراً لكل من سيساهم فيه أكتر وكالعادة بحب أشكركم مقدماً على اشتراككم في قنوات اليوتيوب قنوات البودكاست شكراً مقدماً على مشاركتكم هذا المحتوى مع كل حدى ممكن يكون مهتم فيه وشكراً جزيلاً على مشاركتكم معي أي سؤال أي فكرة أي مقترح لموضوع لضيف بخطر لكم أو أي سؤال بخطر لكم تقارب بفضل مشاركتكم بكون أقرب لألكم وبهيك منبدأ هذا أخر إشي رسمي يابا منعمله بالحلقة هاي صباح النور الله يعطيك ألف عافية يا عافيك وسلمك يرضى عليك مبسوط بتقارب؟ والله يا ابني مبسوط ومبسوط أني أكون معك بالحلقة 100 أنا مشيت معك طول السنتين سنتين ونصف الماضيات في البداية كنت أطلع على تقارب اللي بتعمل فيه إنه عبارة عن برنامج عادي زي ما الناس يوتيوبرز بعض الأحيان يبلشوا يعملوا وجربوا حظهم على ينجحوا ما ينجحوا لكن بين الحلقات الأولى والحلقات الأخيرة لحط كثير التطور اللي بهنيك عليه أنت وفريق العمل تبعكم صار برنامج فعلا مثري جاد مفيد باستحكم كل واحد فينا إنه يتابعه وأنا في البدايات لا أخفيك ما كنت تتابع كثير يعني أنت كنت تلاحظ كنت أخذ لقطات هون هون لكن آخر حلقات كنت فعلا مهتم إني ما أضيع حلقة بأسمعها في البيت على الشاشة أو بأسمعها في السيارة ولا ماشي يعطيك العافية على هالجهد وعالنجاح اللي حققتوه في المية حلقة التقارب طب عندي سؤال لما أنا كنت بحكي لك إنه إحنا الدخلت هيك عراقيل وتأجلنا التسجيل أكتر من مرة أنا ما حكيت لك إنه أنا بدي أعمل الحلقة مية تكون معك بس أنت كنت بدك الحلقة مية تكون معك فلما قلت لك أنت فرحت ليش؟ لأنه اعتبرت الحلقة مية هي حلقة مفصلية سبق كان دي حوار بينه وبينك أنك أنت تعمل أول مية حلقة وبعدها تقرر كيف شكل البرنامج هيكون إيش تطور لك قدام هيكون فبالنسبة لي يعني هي عبارة عن تتويج لمرحلة معينة أنت خطة نجحت فيها وأنا بحب أكون معك في التتويج هذا وأقول لك أنت والفريق مرة ثانية يعطيك العافية عشان هيك بدك كنت بدي أكون معك بالحلقة مية الله يبارك فيك يا أبا وأنا بظن يعني هلأ إحنا لازم يكون فيه بلالين بتطلع من كل مكان وكلوب حمر بتطلع من كل مكان هيك مناسبة الاحتفالية هاي بس أنا لقيلة يدي أحكي لك هلأ بالحوار هذا بدك تساعدني كتير مش شوي على أنه يعني جيلك يفهم جيلنا أكتر وجيلنا نفهم جيلكم ومصاركم أكتر وتحديدا سؤال الغربي فيعني أظن هيك شوي عم نخفف هلأ أجواء احتفالية وعم ندخل أكتر بتقارب رح تلاقيني رح تلاقيني أنا هلأ برجع على شخصية تقارب عشان أعرف أكمل الحلقة هاي من غير ضغط نفسي وهيك تعرف يعني صعب جدا هذا هيك يعني هلأ منشوف كيف بتصير الأشياء أهلا وسهلا فيك بالعادي بالعادي منترك الضيف يعرف نفسه كما يحب وأنا عن جد عندي فضول كتير أعرف كيف بتحب بتعرف حالك مش كيف الناس بتعرفك والله ابني عملية كيف أعرف حالي يمكن اليوم بعرف حالي بشكل لو سألتني قبل عشر سنوات كيف بحب أعرف حالي كان ممكن يكون مختلف لكن أنا بهينجي البيقاوي أنا موليد قفين محافظة طول كريم في 1962 طبعا لما تحكي 1962 تحكي على مرحلة ما قبل الاحتلال مباشرة كانت طفولتي فيها بدايات الاحتلال عائلة فلاحين مزارعين صنعي والدي الله يرحمه كان قصير طبعا في هذه الفترة كان عنا كل فرد من أفراد الأسرة لازم يكون موجود وبشتغل وبناضل وبكافح حتى كل البيت وكلك متل عيش بتاعته الحمد لله كنا من عائلة متوسطة الحال لكن مع هذا كلياته بقدر أقول أنه أنا نشأت في مرحلة كان يجب عليك أن تكون فيها رجل وأنت عمرك ست سنين تتحمل مسئولية وأنا كوني أكبر أخوتي عندي أخوي اثنين وخوات ثلاثي كان علي العبئ كبير أنه أنا لازم أكون اليدي اليمنى على أبوي واليدي اليمنى على أمي وأكون منه فلاح ومنه طالب مجتهد ومنه أشتغل بالعطلة الصيفية ومنه منه كنت الحكي هذا فهذه الفترة اللي هي كانت فترة الطفولة بتاعتنا اللي بعرف حالي فيها بعد هيك أنا درست كنت الحمد لله من المتفوقين في المدرسة بمعنى مش الأول زي ما كل الأباء بقولوا لا أنا كنت بين الأول خمسة عادة ثالث رابع ثالث رابع معدلي بين الخمسة ثمانين للتسعين واحد تسعين درست الهندسة ودرست الهندسة بتاعتي كانت رغبة مني مش فقط الأجواء كانت أو المطلبات المجتمعية بتحكيها بتتطلبها كنت عندي رغبة أدرست هندسة ميكانيك لكن صارت الظروف ودرست هندسة كهرباء ومن هناك انطلقت هتمنى أكون عرفت حالي زي ما بدك على الخفيف أنا بدي تفاصيل أكتر مثل شو؟ اسأل بدي أرجع بدي أرجع لهذه المرحلة انت لست سامانة بتسمع على لبدانك سامعك نعم سامع نعم تخرجت خمسة ثمانين من جامعة ثير مو نعم طيب إذا بدي أرجع للثمانين هي نقطة الانطلاق تابعتي بسؤال الغربة بس بدي أرجع لقبل أسأل مين الشخص شو كانت يومياتك كيف كانت حياتك شو كانت الأسئلة في حينها أسئلة الأسرة في حينها ليش انطرح سؤال الغربة فمنفع نبلش من من أنت يومياتك ونشأتك لحد سن الثمانين كيف كانت بينفع حبيبنا عن نشأة برجع أقول لك مرة ثانية احنا كنا أو أنا شخصيا كنت موجود في عيلي متوسطة في مجتمع قروي يعتمد على الزراعة ويعتمد على العمالة هذا الوضع اللي كنا شغالين فيه التعليم في هذيك الأيام كان ما بدي أحكي عليه أنه مقطوع لكنه كان قليل يعني معنى أنه الصف يكون ثلاثين خمسة ثلاثين واحد اللي بيكملوا تعليمهم بيكونوا ممكن يكونوا عشرة خمستاش والبقية بيكونوا عمال بدخلوا يشتغلوا في الداخل لأنه الفترة هذه فترة السبعينات فترة ما كان فيه توجه من الاحتلال أنه يطلب أو يوجه الناس على العمالة في الداخل بشكل أو بآخر فكان أجدى لكل شاب أنه بسن خمستاش ستاش يمسك حاله ويترك المدرسة ويدخل على ثمانية على الداخل لا يشتغل أنا من الناس اللي وأمثالي كثير طبعا يعني لأباءهم وأهليهم كانوا يراهنوا على التعليم أنه لا يا ابني ما بدنا نكون عمال والدي الله يرحمه كان يعلمني كان كصير كنت أشتغل معه في الاكسارة عام الباطون كان يقول لي تعلم مش هتخسر تعلم الاكسارة مش هتخسر وفعلا كنت أتعلم الاكسارة معه وأحاول أتعلم أشياء أخرى في نفس الوقت كنت أنا المسؤول على الأرض بتاعتنا يعني أنا كم دلم أرض موجودين أنا المسؤول على أحراثهم أنا المسؤول على زراعتهم أنا المسؤول على الشاب تاعهم أنا المسؤول على رعايتهم بشكل عام يعني هذا كله جزء من حياتي فأنا كنت بين الطالب المجتهد بين العام اللي بيشتغل ما بيدخل عطلة صيفية اللي بيشتغل فيها في الداخل مع والده وبين المزارع اللي مطلوب منه يدير باله على ذاتهم وعزتوناتهم ويخلي الأرض نضيفة وعلمك يعني جيل السابق جيل أبانا ما كان يرضى أن الأرض تكون مهملة يعني فإذا الوالد الله يرحم بروحه على الأرض بالقى العشب طالع فيها هناك يزعل يعني شو اللي عملت انت يعني ليش مش حارة الأرض يعني فهذا كله كانتك تعمل توازن بالحكة هذا كله تقول لي احنا عشنا طفولة في هذه الفترة أنا بقول لك ما عشنا طفولة لأنه أنا يوميتي ساعة 7 الصباح أطلع على المدرسة أرجع الساعة 12 الظهر واحد الظهر أتغدى مرتحش ساعة الزمان ساعة عمر الزمان وتمسك حالك تطلع وين تطلع؟ تطلع على الأرض إما بدك تدير بالك على أرضك أو بدك تعمل شي في الأرض أو تساعد أهلك فأنت بشكل عام يومك كان مجبول بالطريقة هذه العطلة الصيفية كانت أنا زي ما حكيت قبل شوية دائما مشغولة يعني عمر ومر علي عطلة صيفية ما أكون بشتغل فيها وأقول لك يمكن نشتغلنا وأنا عمري 14 سنة 13 سنة نشتغل في الزراعة في مستعمرات في الداخل ونأخذ بصراحة مناليم هذه الأيام على قياس اليوم لكن هذه الأيام أنا كنت فخور أنه أنا قاعد في العطلة الصيفية بجمع ملابس المدرسة أو بجمع شي ساعدني وساعد عيلتي مثلا بشكل أو بآخر فمن هون نشأنا يعني اشتغلنا في الزراعة سواء في زراعتنا احنا أو في الزراعة عند الناس اشتغلنا في العمار والبنى والحكي هذا اشتغلنا فيه سواء مع والدي اللي كان مهني قصير أو مع آخرين ما كان عندي مشكلة فيها وهون اذكر رينكن آخر بوخذك بعد الثمانتاش يا أحمد سنت الثلاث ثمانين أنا كنت وأنا في الجامعة بين ثمانين وخمسة ثمانين قبل ما أرجع على البلد أكون موصي أبوي شوف لي شغل دبر لي شغل أنا هاقعد أربعين يوم خمسة أربعين يوم ما بينفع أني أنا أقعدهم في البيت لأنه بصراحة أنا كوني اتربيت في بيت الكل بيشتغل فيه والمجتمع تبعنا كل بيشتغل فيه أنا كان أحس في نقص بنفسي إنه إذا أبوي الساعة ستة الصبح بده يطلع على شغله وأنا في الدار نايم ما بتزبط معي الحكي هذا فكنت أعطي نفسي ثلاث أيام إجازة أستمتع بأكلات أمي أشوف أبوي أسلم عنها سلم علي تلاقيني اليوم الرابع والخامس نزلت أشتغل جوا فكان لي آخر مرة اشتغلت فيها في الداخل في سنة الثلاث ثمانين كنت في إجازة بين السنة و سنة ثالثة و سنة الرابعة كان المسؤول عنه في الشغل يهودي روسي وهذا اليهودي الروسي لما عرف أني أنا بدرس مهندسات إلكترونيات واتصالات صابته لخمة إنه هذا مهندس إلكترونيات واتصالات جاي بشتغل عنده هنا فكنت أشوف وأسمعه وأنا ماسكي الطرية بشتغل ولا بجبل بطون وذاني ملقي عليه وهو بحكي للضيوف تبعونه إنه تطلع هذا مهندس كهرباء جاي بشتغل عنده هنا بهمس لهم وكنت أسمعها باستغرب في آخر يوم وهذه بانسهاش في حياتي في آخر يوم إلي بالشغل قلت له أنا اليوم آخر يوم حطلع الجامعة كمل لسان الرابعة قال لي أنا حوصلك واتذكر أيامها واصلني من المستعمرة كنا شغالين فيها في الداخل لباقة الغربية اللي هي المفرق اللي كنا نطلع فيه لنوصل بلدنا كفين هناك العمال بقعدوا وبطلعوا بوصلوا عبر روحة بلدهم فهذاك اليوم إكراما لي كوني طالب مجتهد كوني مهندس كان ذو خلق الرجال فقال لي أنا حوصلك قاعد لي جنبوا بالسيارة وشفت حالي أنا ما شاء الله يعني معلمي عم بوصل فيي قاعد يعني فوصلنا المفرق قبل ما نزلني طقني على راسي وقال لي في الأبري أياميها بس ما أحكيها الأبري لأني مش حافظة كثير قال لي بتروح تتعلم كويس بشي ما ترجع عليش تشطل عندي مرة ثانية زي الحمار روح تعلم وتخرج وهذا كان آخر عهد لي في العمل في الداخل أنا كشخص كبه هينش بيقاوم في أيامي كعامل الحمد لله بعدها تخرجنا كمنا دراسي وتخرجنا واتجهنا اتجاهات أخرى هذه البيئة يا ابني اللي أنا شخصيا كنت فيها لكن طلع من حيث المجتمع اللي كنا فيه كان زي ما قلت لك مجتمع فلاحي مجتمع زراعي مجتمع عمالة اللي فيه البيت اللي فيه حدم تغرب وكان في الستينات مجموعات فلسطينية كتير تغربت على الكويت مثلا هجرة الكويت كانت في الستينات السعودية كانت في السبعينات اللي هي وين بدأت خنقول التطور والنهضة والطفرة بدأت في الكويت أول شيء في الستينات وفي السعودية كانت بين السبعين والخمسة والثمانين فينا طفرة عظيمة موضوع النفط وتعمير البلد بشكل أو بآخر فكان عنا كمية هائلة من الشعب الفلسطيني كان موجود في الكويت ومغتربين من الضفة الغربية سواء من الاغتراب بالأردن وغير الأردن من برة أو من الضفة الغربية فكان البيت اللي فيه حدا مغترب في السعودية أو في الكويت أو في دولة أخرى هذا بيت محظوظ لأنه يلقى الدعم المالي من حدا مغترب برا هذول الناس هم الرافض أحد الروافض الرئيسية أو بالعكس قد يكون الرافض الرئيسي لعيلته وضعها الاجتماعي وضعها الاقتصادي فكان حلمي أنا في التسعة وسبعين ثمانين إنه أنا شو الدراسي بدي أدرسها اللي أنا أقدر أخدي فيها عيلتي ويدعم فيها عيلتي أنا غرضي في الدراسة ما كان فقط إنه أدرس هندسة كهرباء عشان أصير عالم في الكهرباء وأتميز في الكهرباء أنا غرضي كيف أدرس الدراسة هذيك الأيام اللي أمكن ألقى فيها شغل وشغلي أهلني أتغرب فيه وكون داعم لعيلتي داعم لأبوي اللي عنده المرض الفلاني والمرض العلاني لأمي اللي بتقعب علينا لأخوتي اللي أنا مطلوب مني بعد ما أتعلم وأتخرج مطلوب مني أخذ الراية من أبوي وأرعى بقية العيلة يعني بعدها بده أخوي يدرس أخوي الثاني يدرس أخوي ممكن بده يتزوج أختي مرضة بدنا لابن بيوت بدنا نعمر هذا الوضع كل هياته كان بنحط على مين على الشخص معين بكون الكبير العيلة أو الأخ الأكبر أو الأبن الأكبر في العيلة هذه فأنا كنت هدفي أني كيف ألقى الدراسة أو أطلع على مكان معين أدرس فيه وتغرب وأعمل علاقات مع حدا متغرب في الغربة يسعفني بفيزا يسعفني بتأشيرة أنه ما أتغرب وأرجع على البلد مرة تانية لأنه هذا الظرف المجتمعي اللي كنا عايشين فيه الآن الإشي الثالث اللي بنطلع عليه في الفترة هذه ومهم جدا أنه الضفة الغربية كبار عن سجن كبير يعني معنى سجن لو طلعنا اليوم على أي سجن من السجون الاحتلال طلع عليها لسه يمكن فيها وسائل تواصل وتواصل مع العالم الخارجي أكثر من الضفة الغربية في فترة السبعينات بعد الاحتلال لحد يعني نهاية الثمينات من الأشياء اللي كانت عندنا في عمل الضفة الغربية سجن أنه أنا كشاب فلسطيني إذا بدي أطلع سنة تحت الأربعين أو ستة وثلاثين مش بتذكر العمر بالضبط ممنوع أرجع على بلد قبل تسعة شهور وهي بحد ذا تعبئ يعني أنا بطلع من البلد يفرض عندي بدروح أقدم لجامعة برة ما في أطلع أقدم لجامعة وأرجع لازم أكون محصر القبول قول ما أطلع لأنه إذا طلعت وما قدرت أحصل على قبول جامعي برة معناها أنا حتطر أقعد في عمان في محل عند زيد أو عبيد أو حدا ويأهل يصرفوا علي طول فترة تسعة شهور يعني هاي مشكلة كبيرة رقم اثنين المورد الوحيد للمعلومة هذيك الأيام وين كان عندنا كان عندنا إذاعة لندن إذاعة صوت العرب إذاعة الاحتلال وإذاعة الأردن هاي الإذاعات والتلفزيون الأردني والتلفزيون الاحتلال ويمكن شوائي بالصيف يجي التلفزيون المصري فعلاقتك مع العالم الخارجي أنت علاقة شيء مكتوعة أو مكتوعة مش شيء مكتوعة مكتوعة بالكامل فلا أنت بتعرف الأردن كيف الناس بعيشوا ولا بتعرف مصر شو هي ولا بتعرف ولا بتعرف فإنت لو تيجي تقارن اليوم إحنا وين عايشين وين هذيك الأيام لا أنا بقول لك إحنا هذيك الأيام كنا في سجن كبير محكوم علينا قلت المعرفة محكوم علينا أنه نظل محصورين عدم تواصل مع الخارج بصورة أو بشكل أو بآخر بأي صورة من الصور يعني لأنه طبعا كانت الثورة في الخارج في بيروت وفي العراق فترات وفي سوريا فكان مفطلوب من ولا الضفة الغربية أن يكونوا تواصلهم مع بره ما يكونش هذاك الإشي الكثير والقوي حتى يظلوا حاصرين في السجن الكبير اللي كنا عايشين فيه هذا كلياته قادني أنه أنا بدي أوخذ قرار استراتيجي بدي أدرس بره بدي أطلع بره في الثمانين أنا وين أدرس أنا عندي زملاء معلش بدي أقاطعك هلأ 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 رح رح أدخل بهذا التفصيل أكتر بس أنا بهمني أتعرف عليك أكتر أكتر ما تحلل هلأ مصارك أخذت المصار أخذت المصار الشغل أخذت مصار الواقع طبع البلد بهمني مصار الأسرة أنت فعليا انتقلت من يعني كمان هذا جانب من تعريفك أساسي اليوم أنت انتقلت من محل من محل أنك كنت فاعل في أسرة على مستوى اجتماعي وعلى مستوى موقع وبعدين أنشأت أسرة اليوم اللي أنت فعليا موجود يعني على رأسها فبنفع هذا المصار كمان تحكي لي عنه على مستوى اجتماعي كيف كانت العلاقاتك وقتها وصولا لليوم او كيف نشقتك الاجتماعية مش بشكل اتصادي وشغل اه معالش سؤالك مرة ثانية عشان اتبرافها مقلوس يعني كنت كنت الكبير يعني كنت تجلي مع ستة صح نعم كيف كانت علاقتك في البيت كيف كانت العلاقات الاجتماعية في حينها وصولا للمحل اللي انت بنات فيه اسرة بعدين اليوم شو الاسرة اللي موجودة عندك اوكي ها نطلع هادي نشقة انا اسف بس نشقة الاسرة تبعتك شايف كيف انا حكيت انا اسف ما حكيتش دي اقطعك حسب وسيتك اقطعك انا كنت يا جماعة بحكي اقطعك دايما اللي هو بدل اقطعك اقطعك بعدين ابوي اول مرة حكي ليها تاني مرة بعدين عصب عليك اللي تحكيش اقطعك تخص تماما فمن وقتها ولا بحكي اقطعك ولا اقطعك احيانا بحكي اقطعك بس بدي ارجع مرة تانية انا بحس انه جزء من المصار كمان اللي بهمني اعرفه عشان اكمل بقية الحوار اللي هو كيف شو علاقتك بالاسرة كيف كان شكل الاسرة في حين هو وصولا او شكل علاقتك بالاسرة وكيف بتعرف حالك فيها باسرتك السابقة واسرتك الحالية طيب هذا ابني هي مرحلة كمان فيها الاسرة الصغيرة كانت بصراحة اسرة كمة الترابط فيها يعني انه الكل في الاسرة هذه عبارة عن خلية نحل بيشتغل فيها بيعيش فيها حتى نكمل بعضنا بشكل او باخر الاب الو دور الام لها دور الاولاد كل واحد تيهم الو دور بشكل او با سواء كان شاب او صبية الو دور فيها اذكر فيها مثلا يعني اذا بدو ينحط الغداء ينحط الغداء صنية بامية كنا نسميها دبسية بامية مثلا والكل ست افراد في البيت لازم يكونوا قاعدين عليها واذا واحد متأخر يقول لك استنوا بركة العيلة مع واحد فالبيت كله يكون ملموم لمت البيت على المائدي هذه اللي بحكي لك اياها السفرة الصغيرة هذه يلتفوا حوالي الطاولة او مش طاولة عفوا على الارض يلتفوا مشان يوكلوا بامي وخبز الرغيف اللي طالع من الطابون هذاك اليوم هذا كان فيه دفء العائلي اللي فعلا متروك اثره فينا لحد اليوم كيف انا كنت عايش مع بيت اهلي كيف احنا مع جراننا خد الجران المحيط طبعونك انت لما تحكي على بيتك انا ولا مرة كنت منقطع في بيتنا عن بيت جراننا ولا بيت دارسيدي اللي كان بعيد عنها خمسين خطوة ولا بيت عمي ولا بيت خالي كلها بيوت مترابطة مع بعضها بحيث انه اي بيت بحتاج يعني اذا هذاك اليوم جاينا ضيوف وناقص الخبز عندنا امي خابزي على قدنا فقط لا غير واجعنا ضيوف معنا نحتاج خبز زيادي كان شي طبيعي روح عند الجيران نجيب لنا رغفين خبز روح نجيب رغفين خبز هما خابزيين ونرجع لهم ايام تاني يوم هذا شي طبيعي كان عندنا احتجنا مساعدي من الجيران اذا كان عندنا مناسبة او الاهل او الاقارب كل الناس تلتم حواليك سواء عندك صبت غرفة لما نحكي صبت غرفة هذيك الايام يا ابني كانت عبارة عن صبت بيت الغرفة بيت اللي عنده غرفة ابو باشا مستقلة طبعا فعندك لمة الفزعة سواء كانت على المستوى البيت الواحد او على مستوى المجتمع القريب حواليك بشكل عام هذا على مستوى الشخصي على مستوى البيت اللي انت عايش فيه انت دورك كل واحد انه دوره زي ما حكيت لكن كدورك كاخ اكبر في البيت عليك الحمل الاكبر عليك العبء الاكبر هذا مش فقط الحمل المعلوي الحمل المعلوي والحمل المادي لانك انت من يرعى بيتك انت من يساعد ابوك انت من يساعد امك انت من يمثل ابوك قدام الناس غير هيك انت حركتك في الشارع مقيد يعني ما فيك تتحرك حركات لانه كل قفين بتعرفك كل بلد بتعرفك فانت اذا عملت شي غلط انت مدان من كل اهل البلد وكل اهل البلد بتمون عليك انك تقمعك وتقول لك ليش انت عملت الغلط هذا انت كنت منتزم بهذا الحكي وقتها نعم سيدي انا كنت منتزم بهذا الحكي لكن في بعض الفلتات في بعض الفلتات هون هناك لكنها يعني تحصل تحصل انا يا با بدي اسمع هدول الشغلتين مع بعض ما بديش التحليل لفترتك تمام انا بحلل بعدين هسا انت انا فعليا بدي انت تكل انا مش قادر اتخيل ده اتعرف اليوم عليك انت كنت بتحكي انه فترتها كان الواحد بمثل ابوه تمام اوكي ما بنعرفها هاي بس انت فعليا هل كنت بتمثل وين كنت بتخفق وين كنت بتنجح قد دي الاشي كان مسؤولية عليك والله شوف انا كنت بحكي عن نفسي كنت فعليا ملتزم بالاطر العامة اللي وضعت لنا كاسرة من قبل ابوي وعيلتنا في البلد ملتزم لكن كشاب بعض الاحيان ممكن يطلع لك فلتة تغلط لك غلطة اتدخن مثلا يعني مثلا معلش يعني الدخان في هذيك الايام كان مشكلة كبيرة يعني انك اتدخن انا اذكر في مرة من مرات ما سكوني مدخن ووصلت لابوي وعقبت في البيت ومنعت من المدرسة انه يا بتدخن اوكي بتروح تشتغل عامل في الداخل واصرف على حالك ودبر حالك يا انه ما في مدرسة فانا في الفترة هذي بصراحة اخذني الاعناد اللي بندم عليه وبتأسف عليه انه لا انا ما بدي مدرسة بالحالة هذي وقعت غبت على المدرسة اربع خمس ايان وكنت اتعمد في بعض الاحيان انه اطلع الصبح احط عود الاحراءة على الاحمار واطلع على الارض كنت قبل ما ابوي اطلع على شغل وعشان ابوي يشوفني انه انا مشكل كان انا بدي اظل ادخن هنا كان عندي عندي مشكلة كانت اوكي انا على كيف نحل بعدها الموضوع نحل نحل انه مدير مدرسة بعث لي خالكة في المدرسة نفسها وعمي اتدخل من جهة وتمضى بضبط الموضوع تركت الدخان فترة يمكن سنة سنتين ثلاثة هذيك الفترة ما بطلته يعني ورجعت على المدرسة حافظت ابوي على احترام وحافظت نفسي على انه انا رجال بدي اثبت اني رجال هذيك الفترة فهذه واحدة من السقطات اللي انا بذكرها مثلا يعني سقط فيها فشلت فيها اني اكون ملتزم بالاطار العام للعيلة اوكي هاي واحدة منهم يعني هاي سقطات مستمري يا ابا انا لازم احكي للمشاهدين انت مش هتدخن بالحلقة هاي بنانع قرارك بس انت بعدك بتدخن انا بدخن بس بنانع قراري لانه انا متعود على المقابلات او اجتماعات ما فيها تدخل اه لا تمام تمام بس قصدي عشان السقطات انه انت بتقول ان انت حافظت على على كذا 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 لا انا قلت ثلاث سنوات انا قلت انا قلت تركت الدخان فترتها سنتين ثلاث سنوات طيب اوكي تمام ورجعت له ورجعت له الموضع الجامعة مرة تانية اليوم اليوم اسرتك وعيلتك شو هي؟ حكي لي عنها شوي اسرتي وعيلتي اليوم مختلفة تماما الاختلاف عن كل شي كانت الناس تعيشها وكنا نعيشها وحكيت عمنا قبل شوي انا اسرتي يمكن الظرف الاجتماعي الظرف الاقتصادي خلى هذا الاختلاف الكبير يكون موجود ما بين الاسرة اليوم اسرتي انا اليوم اللي هي انا وزوجتي واولادي وبناتي وما بين الاسرة اللي كنت انا عايش فيها فضل ابوي وامي الله يرحمهم كم ولد وبنت عندك؟ عندي ولدين وبنتين عندي احمد وعندي اسامة وعندي الى وعندي رجاء احمد هيه على الشاشة كبالي الله يرضى عليه وفكه عايش في اسطنبول والكل بعرفه عندي اسامة خريج موليد الواحد وتسعين قبلي الى موليد الى التسعين الى كمان عايشة في اسطنبول مستشارة في مجال الاعمال الصغيرة والستارتابس معلش المشاريع الناشية والاعمال الناشية في عندي اسامة شغال مع شركة صينية من اربع سنوات تقريبا والحمد لله اموره تمام عندي رجاء شغالين في الضفة الغربية عنه هنا والان في مرحلة انتقال مرحلة انتقالية ما بين الاقامة في الضفة الغربية وبين الغربة من جديد يعني واقع واضح انه انا اولادي بشكل عام يعني يتأثروا في المسار اللي انا اخدته في غربتي اللي نحكي عنه بعد شوية وكل واحد فيهم قاعد يدبر لحاله او بوطن حاله في مكان ما في الغربة يعني بشكل او باخر بالمحافظة على البلد وجودنا فيها لكن الان اوف هذه بين الغربة طالع نازل فرجاء يعني الان هي بحكة من هون انطلقنا انه رجاء موجودة في الضفة الغربية معنا الان لكن على وشك ان تنتقل في غربة جديدة الى الخليج العربي طيب بدي انتقل للشقة الثاني من السؤال عشان اجرب اكتشف في كيف بتحبش يتم تعريفك او وصفك شغلتين الشغلة الاولى يمكن قبل سنوات لما كنت شغال كنت على رأس عملي كنت اكرح على يقول لي مهندس كهربائي لانه انا درست الهندس الكهربائي نجحت فيها اشتغلت فيها لال 98 وبعدها تركت العمل في كمهندس كهربائي ودأت اعمل يعني عدت رتيب مهنتي وحياتي العملية بحيث ان لا اكون مهندس كهربائي علما اياميها انه انا كنت مدرك تماما انه مهندس كهربائي يعني في سقف لنموه تبعك فاخدت مساري المهني باتجاه انه بعدي عن الكهربائي عشان هيك صورت مدير مصنع ومدير عام ورئيس تنفيدي والى اخر ذلك هذا تيجد شي معين فلما تكون لي مهندس كهربائي انت بترجعني الى فترة فيها انا كنت لسه بعدني يعني مبتدئ او بعدني فيها مش بتعبرش عني صح انا اليوم صورت بشتغل في الصناعة بشتغل في التجارة بشتغل في اللوجيستيكس بشتغل في قضايا كثيرة جدا فهندس كهرب ما على تعرفني يعني فهذه الفترة اليوم بعد الفترة اللي انا فيها الان مستقر في الضفة الغربية وبسميه انا بعيش فترة تقاعد النشط ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا انه في فرز فصائلي موجود انت شيء تام ابيت يجب ان توصف بشكل او باخر هذا تبع رأي صفرة هذا تبع رأي خضرة هذا تبع رأي حمرة طبيعا ما بزبط حكي هذا انا بنفع اكون فلسطيني بنفع اكون ابن بلد بنفع اكون اخدم فيها كل الرايات بنفع اخدم فيها كل الوان الطيف الفلسطيني لكن للأسف في بلادنا ما بيزبط حكي هذا وبذكر عليها حادثة صارت قبل اعتقد سبع ثمان سنوات كان في انتخابات نقابة مهندسين وصدف كنت في اجازة هذه الفترة فرحت الانتخابات النقابة انتخذ وانا لما انزلت من السيارة هذا اللون اجي استقبلني وهذاك اللون امتعض وجهه هذا اللون فكر انه انا جاي انتخبه مبسوط علي وفرح انه زاد اصواته واحد وهذاك اللون فكر انه انا راح انتخب اللون الاخر فازع وفعليا انا لا انتخبت هذا ولا انتخبت هذا انا دخلت على صندوق الاقتراء وانتخبت اثنين معنى هذه الايام كان مش انتخابات نسبية كانت انتخابات فردية فانتخبت اكس من القائمة الف وواي من القائمة با بناء على قناعاتي الشخصية بمن سيخدم المهندسين في المستقبل وهكذا لو وطيحت لي الفرصة اليوم اوكي انا راح اكون متوازن ودائما بحاول اكون متوازن انه انا ما بفرق الناس وما بجيب الناس فرقني على انه هذا ابن الفصيل كذا او انفصيل كذا او ميوله او انتماءه او ثقافته باتجاه معين صلي بصلي بصلي ربي بين وبين ربي هذا الحكي بقعد مع سين من الناس من فصيل اخر هذه علاقة شخصية بينه وبينه لا يعني ان انا متفق معه في الاراء او في التوجه تبعه اليوم يابا كل الريات بتصلي بطلت الصلاة حتى فرز يعني فريحوك بهذه القصة يابا بالشقة الثالث من سؤال التعارف عندي فضول كمان اعرف عنه ايش الحادث الاولى اللي عملتلك او خلتك تشتبك او عززت هويتك الفلسطينية وخلتها هوية فاعلة اكتر بشكل اكثر اكثر تضامنا وانتصارا وفاعلية وتفاعلا مع فلسطين ومجموعاتها او بغضا وكرها وخصومة مع الاحتلال هل هي حارثي ام مجموعة حوادث يا ابني هي مجموعة حوادث اكيد انا بفكر انه اذا بتبلش من الاول بتساعدني يعني انا بالعادي بسأل على الحادث الاولى بس بحب اسمع حوادث يعني سلسلة حوادث طيب انا يا ابني ما قلت لك في البدايات انا مولية اتنين وستين الف وتسعمية اتنين وستين يعني في الف وتسعمية وستين كان عمري بالضبط خمس سنوات خمس سنوات كانت ما تزال بعض ملامح هزيمة الف وتسعمية ساعة وستين قدام عناية بمعنى كيف طلب منا هذيك الايام انه انه نروح على مغر نعيش كل بيت معنا ملاجئ هذيك الايام كنا فكل بيت لازم يدبر مغارة ويقعد فيها ونتطلع على الطيرات اللي بتمر من فوقينا انا طفل صغير بشوف عيلتي قاعدين في هالمغارة واذا ابو يطلب مني انا اروح اعمل شي معين خايف مرعوب من شي اسمه بيحكوا عنه احتلال طيرات قصف ما كنت فاهم لا شو طيرات ولا شو قصف وبتذكر كيف خلال ايام الناس انتكست هلا بتذكر خمس سنين ما باكولك بتذكر تفاصيل لكن بتذكر ملامح فهونا بتحكي انت بدأت من هون اعرف نفس اني انا فلسطيني اعرف نفس اني دحت احتلال فهذا واحد في فترة السبعينات بدايات السبعينات كانت بدايات الثورة الفلسطينية باوجها وكمتها وتسمع كل يوم الظهر صوت فلسطين صوت منظمات التحرير الفلسطينية وكل العربيات في طول كرم وكل سيارات الاجرة اللي نتنقل فيها وكل بيوت الفلسطينية بين اطناش والوحدة الظهر يكون فاتحين على صوت فلسطين وكل ياتنا نسمع من صقر الليل الى نسر عليك مش عارف شو هذا كل ياته كان يخلق جواتنا انه في ثورة في تحرير في احتلال فهذا كل ياته اعلم لنا الثالثي بتذكرها انا في الثلاثة سبعين حرب الثلاثة سبعين بحكيش انه هذيك الحرب كانت مفصلية لانه لكن ان يدخل تدخل مصر وسوريا في حرب كان عمر 11 سنة كمان مش انا اللي بتذكر شو كنت انا بعمل كنت راقب المجتمع اللي حوالي شو بيعمل قاعد لما يجتمع ابوي وجيراننا ابوي وعمامي وعلى الراديو يسمعوا صوت العرب وعلى كم سام ستة هذيك الايام سقطوا طائرات الف 15 والف 16 الاسرائيلية هذا كل ياته كان يخلق عنا شي نشوة لما الرجال يقول لك يطلع بيان عسكري ويقولوا والله اسقطنا خمس طائرات اثرنا خمسين جندي القى الناس كلها تبلش تنط وتفرح في الموضوع هذا هذا كل ياته خلق عنا خلق عندي تكريس لانك انت فلسطيني عايش تحت احتلال هذا احتلال لا بد له من زوال ولا بد من وسائل لا له ومحيطك العربي شو كيف بيأثر عليك هذا اولا اخذنا الحكي هذا بمكن اخر واحدة في السلسلة الحاجات اللي بتكرس لانك فلسطيني انه عندما دخلت جامعة يرموغ ودخلت 1980 وصدف هذيك الفترة انه جامعة يرموغ قبلة 3000 طالب وكان مش صدفة طبعا كانت ظروفنا انه الشعب الفلسطيني هذيك الايام بده يدرس يتعلم بلش هذا فكان 2900 طالب من اصل 3000 طالب على ما اذكر رقم كان من الضفة الغربية فانتقلت حالة الضفة الغربية بثوريتها وبفصائلها وبانتماءاتها انتقلت لجامعة يرموغ فكنا نعيش هناك مع الطلاب ومع الكتلة الطلابية ومع الفصائل نعيش الاضربات والاعتصامات والتضامن في 82 مع بيروت طول 82 يوم كانوا طلاب جامعة يرموغ كانوا متضامنين وتبرعوا بالدموة هذا كمان خلق حالة جديدة هلا بعد هيك تيجي على 90 والحرب الخليج هذه امور ثانية وبتكمل معانا لكن فترة انا بحكيها فترة خمس سنوات لفترة 22 سنة كانت فترة مليئة بالاحداث يعني اللي ما كان يحس لازم يحس انه فلسطيني لانه القمع الاحتلال من جهة انت كونك مغلق عليك في زجن كبير من جهة ثانية تخلي المجتمع العربي والمحيط العربي عنك بشكل او باخر وجود طورة فلسطينية في لبنان بتسمعنا صوتها كل يوم في بياناتها العسكرية وبياناتها اللي تطلع بين الساعة 12 والساعة واحدة من صوت منظمة التحليل الفلسطينية كل هذا الحكي بيخليك تعيش وتعرف انك انت فلسطيني طيب انا واضح لي انه انت كنت مشاغب شوي يعني واحد بتجيب في المدرسة كنت واحد من اول خمسة دائما كيف قلت اللي وبتدخن وعنادت ابوك عشان تشتغل عشان ما يحكي لك الشو تساوي ما تساويش فبقدر اتوقع انك انت كنت قاعد بالنص عالجنب في الصفوف مش ورا ولا قدام مش قدام اكيد ورا؟ لا وراك ورا ورا ترتيبنا كان معيسني حياتي كلها انك انت قاعد قدام كنت اتمنى كنت اتمنى قعد قدام يا ابوي لكن اللي بيقعد قدام هذو اللي مدللين لاقراب على المعلم وبعض الاحيان طبعا مش بعض الاحيان بكل الاحيان كان يتم تجليس الطلاب بناء عطول تبعهم انا كنت من الطلاب الطوال فكان لازم اكون اما في الكرسي الاخير او الكرسي ما قبل الاخير بسبب الحكي هذا اذكر مرة او ثنتين قعدت على جانب قدام صف اول صف تاني لكن ما تطولش يجي الاستاذ شو مقعدك انت هون ارجع ورا فكنت دايما قعد ورا دايما قعد ورا من كل الصفوة بس انت مش طويل يا باب فتستعينش بفكرة انك طويل عشان تقعد ورا انا على اقل مقارنة في الولاد الصف في هذيك الايام كنت طويل لا لا انت كنت مشاغب واضح لي بس قاعد بتغطي فيها انا اقولك مش مشاغبي كانت فيه لما تقعد ورا لما تقعد ورا بالصفوة الاخيرة بالتأكيد حصير مشاغب من الاعدادي للثانوي كله ورا كله كنت ورا نعم الله اعطيك الف عافية فخور فيك يا باب انا شكرا شكرا ياوا بدي اروح لفكرة اللي لما بطرحت عليك الموضوع يمكن اعطيتني اجابة من قلبك وعززتلي فكرة الموضوع الحلقة هذي او الحوار اكتر اني ضروري اعمله وشعرت بمسؤولية كمان بكيف بدي اعمله لانه فيه اجابة اخدتها منك لأول مرة كنت بسمعها لما حكيتك بدي اعمل حوار معك على الغرب وهيك فانت رجعت لما كان قلتلي ليش انت بتفكر انا كنت بدي اتغرب يا باب انا كنت اقدر سيبير زيت ففتح لي السؤال هذي انه يمكن هيك فيه اشياء كتير احنا بنكون حاسبينها انه هي مفهومي خلص هيك مصار الحياة هيك المصار هيك السيرورة هيك مفهومي ضمنا خلاني اتطلع على كل مصارك بشكل مغاير فبدي اجرب اسألك غير الجوانب الاقتصادية اصلا كيف كانت نظرتك اتجاه الغربة وانت عمرك 17 كان فيه نظرة غير اقتصادية غير فكرة انه انت بتكتساند اهلك اعتقد لو بدي اقول لك اه عندي نظرة والله حابب اطلع اشوف العالم برا حابب اشوف ثقافات اخرى بكون بكون مش صادق معك يا ابني الغرض احنا بحياتنا هذيك الايام كانت نظرة اقتصادية والغرض التعليم بحد ذاته كان انه انت بدك تكون تتعلم شيء العلم مهم لكن بدك تعمل شيء لساند عيلتك هلا انا الكون الفترة هذيك خلاني كنت اطلع انه اطلع لبرا اطلع لبرا لاخرج من السجن يعني جزء من من نظرتي ليش بدي اطلع برا البلد كنت لك قبل شوية نحو كنا نعيش في سجن كبير وسجون الاحتلال حاليا ارحم من سجن الضفة الغربية بالسبعينات اللي كنا عايشينه لحد ما اطلعنا برا البلد فانت عايش في هالسجن هذا ما بتعرفش يعني الدنيا برا لكن نفس الوقت عندك الرغبة انك انت ممكن تشوف عالم اخر يكون مفتاح للك في الحياة لاشياء اخرى واهم اقتصاديا اهم اقتصاديا اذا بدي ارجع مرة تانية عمرك 16 او 17 سنة ما فيش تواصل ما فيش اتصالات ما فيش سوشال ميديا من وين اجالك اصلا الفكرة تبعت انه اللي بسافر برا هم عم بكونوا معيلين لأهلهم يعني كيف كانت النظرة اتجاه المغتربين او كيف كانت نظرتك اتجاه حالك مبعد خمس سنين عشان تفكر بفكرة انه بالضرورة بستطلع برا بدك بدك تسند او بدك تتوقف مع الاسرة لانه مسارك بعدين كيف مشي هلا رح نمشي فيه اكتر هو ما كانش وردي بالسنين الاولى يعني ما كانش متل التصورات اللي انت هلا عم تحكي لي عنها انه برا انت دك تكون معيل فمن وين جاي فكرة اصلا انه الشغل برا او فكرة السفر والغرب هي اللي بتفتح لك نوافذ افضل اقتصاديا على المستوى العيلي في حينها هذا الحكي انطلاقا من انك انت عايش في بلد كل الناس تعرف كل الناس وكل الناس بعرف مين المغتربين في البلد وكل الناس بعرف مين البيت اللي قوي ماليا قوي اجتماعيا نتيجة انه عنده سين من ولاده عايش في الكويت او عايش في السعودية وانا سبق قلتلك في بداية الحديث انه ستينات كانت فترة الكويت فكان انه موجي من الاغتراب في الكويت وهذولا الناس فعلا جابوا وعملوا دعم ودخل قوي وساندوا في اهل ضف غربية والاردن كمان لما نقول الكويت تحكي ستينات قبل الاحتلال لسه كمان يعني والثمانينات بين فترة السبعين واثنين 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 لما البترول بلش او بعد حرب الاكتوبر ثلاثة سبعين صار البترول لو قيمته الكبيرة يعني في العالم والسعودية دخلت على مصاف الدول اللي بلشت فيها الطفرات المالية والاقتصادية اللي انشأت فيها الدولة السعودية الحديثة بجسورها مستشفياتها مدارسها كباريها شوارعها كل الحكي هذا وكان انا بعرف الناس من جراننا كان قصير كان ممكن يكون موسرجي كان ممكن يكون حداد كله يطلع يشتغل في الخليج وكله يرجع معه رسمات من الريالات والدنانير الأردنية ذيك الفترة لانه كان فيه كم او فرص كثيرة جدا موجودة لناس تشتلفت كل منين عرفت عرفت المحيطي انا قاعد جاري تغرب ست شهور رجع ما شاء الله شرع 20 دنو أرض بتحكي على جار محدد ولا مثال هلا يعني كم واحد بمحيطك انت اذا بنفع حتى هيك تستذكر الاسماء او رموز لإلهم بس كم واحد كان بمحيطك اللي كانوا بحكو لها شو شكل الغربة في حينها على اقل بمحيطي حوالي 7-8 يعني في موسطى هدول انت بتحكي قصلا انه كان التواصل في حينها كان قليل فانت كنت بتشوفهم كل كم كل سنة تقريبا هذول فترة اجازة الصيفية تلاقي فترة المغتربين ييجوا على البلاد لانهم كانوا بالكويت وبالسعودية ييجي لابسين الثوب الابيض الكويتي مميزين في المحترمين انضاف في الاعراس والاجتماعات وبيوت الاجر لهم وضعهم وكيانهم هذول هم الناس اللي كانوا نتطلع عليهم وكل واحد فينا كان يتطلع يعمل علاقة مع احد فيهم سواء خالي مثلا او بن عم امي او خال امي او جارنا هذا كل ياتو كنا نتطلع عليهم هذول هم قد يكونوا هم فرصة من الفرص لنا انه نخرج من الواقع اللي احنا فيه ومثلي مثل كل الشباب ذيك الفترة فلتطلع على الناس هذه فلابد من التواصل اليك معهم بشكل او باخر ومش بس مشان تطلع لا يا سيدي احنا تواصلنا كان موجود لانك مجتمع متلاصق جارنا لما ييجي يروح من الغربة لازم ينعزم على اكلة زغليل وخالي لما ييجي ما بيزبطش انه ييجي وروح وقول له باي باي لا فيه مراسيم تروح تسلم عليه واحتفالات في سلامه واحتفالات في وداعه واحتفالات في تكريمه هذا كله كان يكون موجود عنا فانت ملاصق لاله وشايف مقدار الاهتمام فيه ومقدار هو دعمه لمجتمعه وعيلته طيب المجتمع الفلاحي اللي انت بتحكي عنه اللي كان مزارع وبشتغل في الداخل كان فيه كان جزء منه عم بتطلع او كعب بتطلع انه المسار براه قد يكون مسار افضل بالفترة اللي انت طلعت فيها بالسنين هذي المحددة كان عموم الشباب عم بيفكروا هيك ولا انت لانه فيه قرائب يعني عندك خالك وعندك ابن عم امك وعندك جارك فشاعر انه فيه عندك فرصة اكتر منهم ففكرت فيها واخدتها عموم الشباب كانت تفكر هيك كانت انه ان تجد منفذ لك ان تخرج خارج السجن هذا اوكي كان عموم الشباب تفكر انه انا لازم اطلع لازم اطلع للخلاص من السجن الكبير اللي انا عايش فيه رقم واحد ورقم اثنين مشان اكون عندي فرصة في المستقبل ابني نفسي وساعد عيلتي فكان هذا طموع عشان ايه كان فترة نهاية السبعينات والثمينات كان فيه اغتراب على مستوى الطلبة على كل دول اوروبا الشرقية على باكستان على الهند وكانت منظمة تحرير اصلا ترعى من خيال بعثات للطلاب في الدول هذه يعني فيه الان بتلاقي مجموعة طلاب باكستان مجموعة طلاب الهند عامين اجروبات لهم الناس اللي درسوا بهذه الفترة فيها وانت لما تطلع على الضفة الغربية في هذه الفترة وتطلع على شاب بتخرج مهندس وجاي بشتغل على سيارة اجرة والشغل مش عيب كل احترام لقيله او بشتغل عامل باطون وانا واحد من الناس مهندسين اشتغل عامل باطون مع ابويه وهو مهندس خريج متخرج واحد الثاني مهندس كمان كان متخرج من جاعة بير زيت وشاب دكي جدا جدا وامتاز جدا جدا وربنا يعني ما يعطيه من الكدره لكن ما عطاه فرصة عمل لا في الداخل ولا عنده فرصة للخارج كان يشتغل في الزراعة سنتين ثلاثة اربعة فكنا نتطلع عليهم اذا احنا جينا ودرسنا في الضفة الغربية كانت اياميها النجاح وبير زيت والخليل اعتقد كانت بداياتها بس الاشهر كانوا بير زيت والنجاح والاقدم بير زيت نحكي عليها كجامع اذا انا بدي ادرس في الجامعات هذه انا قد ينتهي بي المطاف اني اكون عامل باطون او على بسطة في السوق او على في الزراعة او الاخر ذلك وامل ابوي فيي وامل عيلتي فيي وامل انا في نفسي انه انا اكون عنصر فاعل فيها العيلي ولنفسي ولعيلتي هذا بدي يتدمر ويتحطم فكان عندي السؤال اللي انت بدأت فيه سؤالك الاخراني هذا انه ليش المفارقة ما بين بير زيت والير موك انا قدمت للجامعتين قبلها كنت مقدم على الميدل ايست في انقرة يعني لكن القبول اتأخر اجاني قبول اسم اتأخر بعد ما كنت قريدي قاطع في جامعة يرموك بس قبولي كان نفسي في الجامعة يرموك هندسي وكنا نحدد هناك شو التخصص وما في جامعة بير زيت فكان هندسة ميكانيك في نفسي اليوم اتنين وهون انا وقعت في يعني دوامة دوامة تفكير يعني معاي يوم التفكير اتنين تنات لازم اسجل اذا بد بير زيت بدي امسك 200-300-500 دينار اخذ من ابوي روح اسجلهم وقد يكون جزء من كبير غير مسترد وهي مشكلة كبيرة واذا بد اروح على يرموك معناها بدي امسك حالي احملي وراقي واخذ لي من ابوي 500-600 دينار واطلع على الاردن فيهم وكمان تسعة شهور مش هنجع على البلد فهون كان عندي مفرق طرق مفترق انه لازم اقرر انه انا وين اروح هون او هون الاشي اللي خلاني افاضل جامعة يرموك عن جامعة بير زيت انه انا بدي اروح على بلد مكونش محبوس فيها يكون لي فيها فرصة من خلالها جسر منه اطلع على دولي ترعاني او اشتغل فيها فهذا هو اللي كان بس لو سألتني فعليا هل انا كنت بفضل من ناحية انه اكون في جامعة بير زيت من ناحية قوتها العلمية والتعليمية في هذيك الايام مع عدم التقليل من جامعة يرموك وكلية الهندسة فيها اللي كان على رأسها الاستاذ علي نايفي رحمه الله ليؤسس الجامعة من شويكي من هون الكل بعرفه علم من اعلام الهندسة والعلم كان هو اسس الجامعة والحمد الله خرج اجيال مشهود له في كل مكان لكن مع هذا كله مفضلتي كانت فقط من ناحية انا وين هكون خارج السجن وين انا هكون قادر في يوم تخرجي اني القى الوظيفة في ثاني يوم او ثالث يوم او شهر الاول او شهر الثاني وما اضلني فترة الدراسة هذه او فترة ما بعد الدراسة عالى على ابوي او ارجع يبني مش قضية انك ترجع تشطي العامل في الداخل او سواق تاكسي ومش تاكسي لمعلوماتك كان تشتري سيارة موديل السبعينات عمره عشرين سنة هرجعه وتسوق عليها خصوصه السيارة وتسوق عليها مشان تترزق الله يرزق الجميع فهذا كان وضع اطلع على ايش جابه هذا خمس سنين ويدرس هندسة وراح مشان يشتغل في الاخير على السيارة هذه مشان يشتغل عامل في 48 او الى اخر ذلك فهذا اللي خلاني اخذ القرار انه لا بطلع بره انا وبتحمل وعيلتي دعمتني بالحكي هذا انا ما بنساش انه وانه عمري عشر سنين وابوي يقول لي ابوي انا ببيع قميصي وبعلمك العلم عندنا قيمته هذيك الايام يمكن قليها بحياته الله يرحم ويمكن عليك الخمسين مرة بخليك شاطر خليك الاول خليك الثاني وانا ببيع قميصي وبعلمك اوكي ولم انه هون نرجع مرة ثاني وعمر وما رضي منا الثاني ولا الثالث انا كنت كنت لك بين الاول بين بين الاول الخامس ومعظم الاحيان الثالث كنت معظم الاحيان لكن عمر اني ما روحت ونقلي فيها يعطيك العافي شو هالشهادة العلوة اللي ليش ليش فلان اشطر منك اوكي ليش الثالث مش الاول هذا اللي اتمنى اكون اجابتك على السؤال هذا فترة القرار انك تطلع للجامعة ليرموك او بيرزيت طيب اذا بدي ارجع ارجعك لللحظة نفسها ولثقلها على مستوى عاطفي وحكيت لي عنها يعني بمعنى انه كيف درست انت بلحظتها جدوى كل خيار وفائدة كل خيار بس هيك من جانب تاني على مستوى روابط اصدقاء على مستوى اهل على مستوى اذا كنت بتحب واحدة هناك في هذه الفترة بهذه المرحلة فانت فعليا كنت بدك تسافر بالعودة يعني لكل هذا المحيط او وفكرة التسع شهور لحالها اظن ثقيلة فاذا بدي ارجع لحينها يابا كانت كان في راسك في صبية وقتها اكيد لا لا اكيد لا ما كان لانه امك كانت ماخدي امك كانت ماخدي كل عقلي من ايام 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 خلاص من ايام ولدي تريحني من هذا الاشي في شي من هنا خلاص يعني اوكي اذا بدي امسك بس ال 48 ساعة اللي انت اخد فيهم القرار بعيدا عن فكرة انه المسئولية الكبيرة عليك وعلى جيلك بانه بدك توقف مع اسرتك وعائلتك شو كان فيه تفاصيل تانية اللي هي يعني هي التفاصيل الانسانية اللي لكل حدا بد يترك محيط او اسراء او عائلة او اصدقاء او تفاصيل ما وبدروحها لعالم مجهول ممكن يخاف منها ممكن يقلقها ممكن يخاف يشتكلها كتير او يفتقدها بس انت كيف كان شعورك بعيدا عن فكرة المسئولية في 48 سنة شوف هي هو خليط او مزيج من المشاعر بصراحة يعني انك انت مبسوط انك انت طالع تدرس تبدأ مراحل جديد بحياتك تعرف على عالم جديد شوف عالم جديد لكن نفس الوقت انت بتخاف من الفشل يعني بتخاف من انتكاسة ممكن تحصل معك برا كونك ابن ضف غربية بعيد عن كل الثقافات في الدنيا كلياتها بدك تطلع تخوض تجربة في بلد ثانية انا بالنسبة لي ما بنساها وكلتها يمكن اكتر مرة يمكن يوم الايام قلت لك اياها انا بنساش بلطلوني الاخضر وقميص الخمري في جامعة ثيرموك يعني واحد لابس بلطلون اخضر حشيشي وقميص خمري هذه الايام ما كنا نتطلع على لا لون كندرة ولا لون قميص ولون بلطلون فانت فعليا طالع من بيئة مش بتطلع كماليات تطلع كيف عيش انا شو ما كان لون بلطلوني مش فارقة عندي الان انا انا بدي عيش انا بدي اكل انا بدي اتعلم فهذا هذا منطق فانت تترك البيئة هذه وراي على بيئة ثاني فانت في عندك فرح هون وفي عندك انبساط انك انت هتاخد فرصتك لكن نفس الوقت انت عملية التغير اللي بتحصل في حياتك خايف منها وين رايح انت رايح لمجهول انت مش عارفه لكن اللي سهل علينا انك انت ورحت لقيت نفسك واحد من الفين و سوائمائة طالب دخلوا في نفس السنة من الضفة غربية فمنهم ابن قريتك ومنهم ابن محيطك ومنهم ابن الخليل ومنهم ابن نابلس ومنهم منهم منهم فكانت حتى سكناتنا اما نكون ساكين ع بعضنا ونكون قربيين من بعضنا كان هنا مجتمعنا اللي حافظنا فيه بشكل او باخر على وتواصلنا وترابطنا مع المكان والاهد الان الاشي الاكثر من هيك وكان مهمك جدا يمكن انا كان اثر علي او مش كبير لانه بفضل الله قلت لك انا من ابوي قصير والحمد لله رحمة الله عليه كان يجيب مصاري والقصير كان معروف انه القصير البليط الدهين هذول الناس بيجيبوا مصاري انا كنت مش خايف من عبء الغربة المالي لانه بعرف انه ابوي الله يرحمه هذيك الايام كان بقدر اوكي لكن مع هذا كلياته هل عيلتي عانت في هذيك الايام بقول لك نعم يا ابني عيلتي عانت عيلتي عانت يعني مش بس لانه اه لما تحكي انت في جامعة اليارموك بدك تفع بالسنة 1200 دينار في هذيك الايام انا كان معدل مصروفي 1200 دينار بالسنة تقريبا بين اقصاد الجامعة وبين اللي انت بتحكي على اشرين تلاثين اربعين اربعين دينار اليوم مصروف اليوم في بقيسنا اليوم في السنة اه فكان هذا كمان جزء منه عشان هيك في هذيك الفترة يمكن اشتغلت وانا في الاردن اشتغلت عامل في الاقصار عشان اساعد ابوي كنت في الويك في اخر الاسبوع خميس على جمعة اشتغل فهذا جزء من الخوف انه انا ابوي مريض ابوي عنده مرض ظهره عنده مرض معدته عنده كذا طب انا بدي خلينا رجال خلينا مصرفش اول شي كثير رقم اثنين ساعد ابوي قد ما بقدر فهذا كله كان عليك عبئ عبئ اسرتك اللي انت تاركها وكيف عايشي وراك وفي في عبارة عن ساتر كبير ما بينك انت في الاردن شرق النهر وبين الضفة الغربية هون لانه ما في شي تواصل بينك وبينهم لا تليفونات ولا زوم ولا واتساب ما في شي الرسالة يا ابني كنت تبعثها هذه الايام من الاردن للضفة الغربية بدك تلقى واحد نازل من الاردن تعطيه رسالة وحطها على الجسر عند اليهود وحط عليها طابع هناك ما فيش رسائل مباشرة كانت بين الاردن ما فيش تواصل يعني ما فيش بريد بين البلدين يعني فكانت تنحط الرسالة هذه على الجسر نحطها طابع احتلالي ولا تقعد من الجسر لا توصل بدها سبعين ثلاثة ويحتفلوا الناس في احتفال انه لما ييجي يا ابو فؤاد الله يرحمك يا ابو فؤاد كان هو صندوق البريد تبعنا في كفين يلتموا الناس عليه العصرية اليوم ابو فؤاد راعته الكريم يجي بالبريد يلتموا اهل البلد كلهم عند ابو فؤاد مشان يندى فلان لفلاني الىك رسالة فلان لفلاني هذا كان احتفال يا سيد فكان عنا هذا تخيل انت ترجع الرد عليك وترجع لك رد كمان انت الثاني بيجيك رد من الخالم كيف بيجيك الرد واحد مسافر بودولك معه شوية بورتقان شوية لوز شوية مسخن جاجة محشية ذاك اليوم بيجينك وتشوفين قد الدنيا انت واش معهن رسالة معهن رسالة دشر كل اللي الحكي هذا عجانب وتطلع على الرسالة بتاعتك لجايتك فانت هنا في فجو كبير صارت ما بينك وبين عيلتك ما بينك وبين اهلك بترجع بعد سنة سنتين بتلاقي اخوك اللي تركته طفل صغير صار كبران بترجع بتلاقي الناس حدا مات حدا تجوز وهذا الحكي ما بتشوفه كل يوم انت بتسمع سمعة يمكن يموت حدا وتسمع عنه بعد شهرين تعرف انه فلان مات او فلان تجوز لانه ما في تواصل طب اذا بدي اكمل بس بجزئية التواصل والاتصال بس قبل هابدي افكر انه في اشي واضح لي انه ما بين جيلي انتو الجيال اللي اشتغلته وقللته الفقر في هاد المجتمعات كمان في جزء من يعني عوامل كتير خارجية وداخلية وانفتاح وصفر وعوامل اقتصادي على مستوى المنطقة كلها يعني مش بتخص اللي هي طول كرم او كفين بشكل اساسي بس صار في ثقافة الفقر واللي بترافقها المسؤوليات الكبيرة اليوم كتير اقل يعني بمعنى بتطلع انا على جيالي نوعية الفقر اللي انتو كنتوا تحكوا عنه مش موجود او يعني محصور جدا يعني اكيد دائما موجود ولكن مش ما بينحكي عنه بالصياغ العام اللي انتو كنتوا تحكوا عنها فبالتالي دائما في هذا الشعور تبع انه حتى هيك بتتحول احيانا لنكات بالمقارنة ما بين الجيلين انه في اشي جيلكم كله بحكوه انه كانوا يدرسوا على لمبة الشارع او في لمبة مثلا موجودة او كذا او على الشمع او على هيك نعم فواضح لانه في ثقافة فقر يعني في فقر قل وفي ثقافة فقر كمان اتغيرات بس وفيك مسؤوليات اتغيرات وفي اتصالات اللي بتغير المشهد اللي اللي هلأ احنا ماشيين فيه انا وياك بتخليه بشكل مغير تماما بمعنى نظرتي للاتصال والتواصل او ثقل حتى الغربة او حتى التواصل مع فكرة انه انت بدك تطلع على مكان مجهول هو مش بالضرورة مجهول كتير اليوم بالشكل انت عم تحكي عنه والواحد بيغادر بيحمل اقل بالثقة الكتير اقل من انت كيف بتحكي وبيخوف من الفشل الكتير اقل لانه على الاقل في انفتاح على مستوى نماذج نجاح او الواحد بيحب اليوم يقرأ يعني من خلال السوشال ميديا والاشياء الكتير نماذج او قصص بدور عليها عشان يعزز تصورات ما عن حياته انا بالمصار تبعك اظن غير قضية الرسالة والتواصل بمرحلة متقدمة بصير في قضية الكاسيتات الناس اللي كانت تبعتها بس بمرحلة الجامعة اظن في قصة اللي هي مفصلية صارت معك اللي كمان منها قضية التواصل والاتصالات وكمان العلاقة مع فلسطين والعلاقة اللي هي يعني مع العالم كله برة بتتغير اللي هي قضية اعتقالك في الاردن طيب كان دايما يلفتني بالقصة كل ما انفتح الموضوع طيب احنا اليوم بنفع نحكي عنها لانه خلاص انت اخذت حسن سيرو سلوك قبل مليون سنة وخلصت القصة وتمت فيعني هي مش سر او بنفع ما تكونش سر فانا اخذت مسؤولية اني انكشها بدي اسمع القصة بس بدي اكتر اعرف يعني هي القصة بدي افتحها لانه بتجاوب على سؤال فلسطين بس كمان بتجاوب على سؤال علاقة مع الاهل على المسؤولية على الفشل على النجاح وكمان على اشي تاني كتير مهم قضية التواصل يعني كل مرة كنت تحكي على انه سيدي بعد كم شهر عرف في الموضوع كان يلفتني الموضوع ما كنتش اسأل اكتر عنه بس يمكن اجت اللحظة لان اسألك عن هذه القصة بتفاصيلها ويمكن انت لأول مرة تحكيها كاملة من بعد اذنك طبعا لك تزبتني تقارب احنا يابا هي كانت صارت اي سنة جامعة ثلاثة ثمانين في الثلاثة ثمانين اه طبعا انا برجع اقول لك مرة ثانية احنا دخلنا جامعة في الموضوع فينا سوائمئة طالب وانا توجهاتنا المختلفة والوان المختلفة واطيافنا المختلفة وراياتنا المختلفة وراياتنا المختلفة اوكي وصراعات الداخلية المختلفة حتى جوا الجامعة يعني بشباء بعضهم يعني فكان شي يعني انا واحد من هالشباب الفلسطيني اللي عايشين جاء على ثيرموك ومفيش عراسي ريشة يعني شاكس من هون شاكس من هناك رضيت عنك المخابرات من هون زعلت منك المخابرات من هناك اه تعرضت في الفصل الاول من السنة الثالثة اه تعرضت فيها الكثير من السؤال والجواب روحوا تعال روحوا تعال روحوا تعال اه هذا الحكي ادى فيه في هذه السنة انه من 18 ساعة مسجلهم في الجامعة اني نجحت في 6 ساعات فقط لا غير وحملت 12 ساعة وكانت اول نكسي الي في فترة تعليم الجامعة لانه انا في السنة الاولى كنت مرتبة شرف كنت في السنة الاولى والثاني مجمع اه حوالي 86 ساعة مااخد من اصل 154 ساعة اللي هي مجموعة ساعات التخرج يعني مخلص تقريبا اكثر من النص وهدفك كان تخرج في 4 سنين مش في 3 سنين كمان جزء من المشان اسرع عملية انه انا اتخرج وانتج واصير فالفصل هذا راح والحمد لله طلعنا فيه ب 6 ساعات فقط لا غير و 6 ساعات يمكن 65 و 60 كانوا يعني مش هالاشي الكثير نتيجة الروح والجيل كثير والزيارات المتبادلة هلا بعد هيك الفصل الثاني تم اعتقالي وقدام اعتقالي 75 يوم اللي انه علاقة في الغربة انه اولاد بلدي اللي عايشين معاي في الجامعة عرفوا بشكل او باخر عرفوا انه انا معتقل لكن ما بيسربوا خبر لاهلي ولا انا كنت عندي النية انه اهلي يعرفوا فيي كنت راهن على انه يوم اثنين اسبوع اسبوعين بخلص الموضوع بنروح وبنتهي وبنكمل حياتنا ويا دار ما دخلك شر لكن الموضوع طال شوي بعد 45 يوم من وجودي في المعتقل بيجي حد من البلد الله يرحمه ابو جمال اسلمان الفريد رحمة الله عليه بيجي على اربد وبلدكوا شباب الكفين كلهم يسلموا على عمنا ابو جمال وفي بيت ابنه جمال او نبيه الواحد فيهم فبتطلع ابو جمال بهيج مفقود مش موجود طب في العادي انه الاهل عالة بوده مع اي حد بيجي بوده معه غرض بوده معه مصاري بوده معه سلام بوده معه اشي وهو بالعادي لما يروح جزء مسؤوليته المجتمعية يروح يقول لاهلي انه والله شفنا بهيج وبهيج بيسلم عليكم بودالكم هالرسالة بودالكم مثلا قميص ولا وايش ما كان يكون يعني في شي معين يعني تواصل هاي واحد من وسائل التواصل اللي كانت بيننا فزارو الزيارة الاولى بهيج موجود عليه والله اليوم امتحان بكرة مجاش تاني يوم التقى فيهم بشكل او باخر بعد اسبوع التقى فيهم ما في بهيج قالهم بس هسا بتكلولي وين بهيج فاضطروا شبابنا يحكولوا وين انا طبعا كانت سفرت وعودتوا للضفة غربية ثاني يوم ثالث يوم وهون كان راح لابوي وخبر الوالد انه ابنك بهيج في ورطة ومعتقل ابوي بيترك كل شغل وعمل وبيطلع على الاردن وتبدأ مسيرة التحري والواسطات شفت ابوي جاء زارني في زيارة حدي من الزيارات كان ممكن بعد خمس وخمسين يوم اوش ازاي هي كان زيارته الاولى لالي في المكان اللي كنت معتقل فيه بالخمس وخمسين يوم هدول انت اليوم مع كل وسائل التواصل والاتصالات الوحب بكون عنده دايما شعور بانه ما حدا بيعرف عنه فدايما بحب يوصلوا شكل من التواصل او الاتصال الخارجي لا يقول انه هو مش مجهول ومش معروف نعم مش قادر اتخيل في حينها بالظرف اللي انت بتحكي عنه كداش كان ثقل هذا الشعور يعني وقعد انت بتحكي انك عشته خمس وخمسين يوم نعم لحد ما شفت سيدي كان ثقيل قبل هشفت ناس بتعنيك لا ما شفت ناس لانه كنت معتقل معتقل يعني ما في زيارات وما في حد بهمه يزورني في المكان اللي انا فيه يعني من اللي حواليه حتى طلابنا وصحابنا وشبابنا فيه كان رهبة من جهاز المخابرات الاردني يعني في العلال يعني ما فيك انك انت تيجي تروح الزور في الان شو علاقتك فيه وليش وكيف هذا كله هذيك الفترة يعني اليوم الدنيا اختلفت شوية يعني فيك تلاقي طريقة بشكل او باخر فما حد عملي زيارة وانا كان تواصل الوحيد اللي عملته اللي كان بهمني كثير انه انا ابعث من خير الصيب الاحمر لعميدي الكلية عندنا انه انا في المكان فلاني اسحبي الفصل حتى ما يسجل علي اني حملت المواد كلياته فسحبت الفصل الثاني من الرسالة الدراسية اللي هي ثلاثة ثمانين اربعة ثمانين اه مع اهلي ما ارضي تبعت الاهلي شي من حتى من خير الصيب الاحمر لانه اقول لك الاتقل اللي على الاهل في مرحلة زي هذه وضع زي هذا تقلي كبير جدا وانا بدي انا باعتبر نفسي المنقض لاهلي باعتبر نفسي الرجال اللي مفروض يساعد اهله ااجي فوق حملهم اللي متحملينه عليا بدرسوني وبصرفوا عليا ورايحوا جاي والحكي هذا كله ااجي اودي لابويا كله اني انا ميكل هوا معتقل وتعال دبر دبر حالك وسط فلان وسط علان ما بزبط الحكي هذا فكنت انا راه ان اتحمل قد ما اتحمل لكن ما اوصل الاهلي الخبر ومع هذا كله في اليوم اللي بلشت اشارات تجي انه فيه حدا موجود بره بسأل عني هون بلشت احس في راحة نفسية خلص عرفوا الاهل مش من خلالي عرفوا من خير الناس ثانين كنت حلم بدي اياه بدي حالي سأل فيه انا بني اهدم في الاخر يعني فاتذكر المحقق كان يضرب على الطاولة وقل لي وحياة ابوك اللي بيطارد عليك الا سفرك على الضفة الغربية اوكي باللغة هذه كان تهديد تسفيرنا على الضفة الغربية تهديد انك انت بتخسر جامعتك تخسر كل شيء واتذكر فيه شباب من عندنا من نفس الدفعة ما زالوا في طول كرم موجودين هنا وكانوا ببجامتهم روحوهم اياميها يعني فلما يقولي الكلمة هذه عرف انه ابوي بره وعرف انه ابوي يوصل لالهم بشكل او باخر بعدها اجت زيارة ابوي وهمس في اذني قل لي مش روح تطول توكل على الله مش روح تطول اياك انك تقذي حدا والكلمة هي بنسلوش اياها اياك تقذي بني ادم معنى ايش ان لو كان عندك معلومة اياك تعطيها هاي طبعا انا قاعد في الغرفة والمحقق على مكتبه وبيني وبين ابوي الكنبة مع بعضنا فرماها بيداني يعني قل لي ابني مش حتطول في مسار معين ماشي فيه بسرعة طبعا بس اياك تحكي شيتي اذا حدا فيه يعني تحمل مثلا والحمد لله يعني هذا اللي صار فبعد 75 يوم كان لقاء الاول في ابوي يعني خرجت من المعتقل وكان لقاء الاول معه بالايام الاولى بنفع هيك تستذكر الايام الاولى مع فكرته انت عارف انه انت اذا ما وصلت لاهلك ما رح يوصلهم الخبر يعني هذا الصراع اللي موجود اللي انا مش قادر اتخيله صعب صراع صعب بابا صراع صعب يعني يمكن ابوي كان عنده مرض معده دايما عنده قرحة في المعده والتهابات معده فبعرف قديش حجم المعاناة اللي كان ابوي بعانيه وكان عنده مرض في الظهر يعني من نتيجة عمله في البطون والاقصاره والحكي هذا كله قال الله يرحمه فكنت انا دايما هذا هاجسي الكبير ابوي متحمل هم كبير حملي كبير انه بده لازي مشتغل في الاقصاره لازي مشتغل في البناء لازي مشتغل كده ويعاني اوكي في الحكي فانا بالنسبة لي كان حتى وانا في السجن يعني اذا بده بلغ ابويه هي عباره عن كلفه نفسيه وكلفه معنويه وكلفه مادية وتضييقه على العيلة فاولى في اني انا اتحمل شوي يا ولد فيها مخاطره كبيره مخاطره كبيره انه هذيك الايام كان عملية تسفير حد من الاردن اللي ضفه غربيه كان سهل ويمكن يكون بعض الاحيان تسليه مع ملفه كان يكون سهل كان مخاطره كبيره انه والله يجيه كلك اوكي شكرا للك هاي جوازك وروح او روحو واخسرنا سنين عمري الثلاث سنين في الجامعة واخسر مستقبلي وارجع عامل باطون الى الابد او رح كمل في الجامعة وهات ابوي الثلاث سنين صرفهم علي ارد حمله عبئ الثلاث سنين ثانيات فكيم ما حسبتها هتكون انت الخسران انه انا ابوي يكون بنظري ان ابوي يعرف الان انا بتحمل اوكي انا بعاني انا بوصل اوكي نتيجة مع نفسي بشكل او باخر لكن حصل ما حصل والوالد الله يذكره ويرحمه ورحمته ان شاء الله ويجعله في جنات النعيم يعني طلع وحكى وجاب وزار وتواصل ووصل وانتهينا وانتهينا ومنها يعني قصة مثل هاي لما بتصير اليوم فعليا الواحد باخد باخد منها رصيد باخد منها يعني ما فيش قدرة اصلا انك انت تغلقها او تسكرها اليوم يعني بالشكل هاد وكمان بحس انه غالبية الناس بنال لحال التقدير اجتماعي وبنال حال التقدير كذا بالفترات اللي انت عم تحكي عنها واضح لانه ممكن تلاقي كمان تقدير وطني وتقدير اجتماعي بس الناس حتى بتخاف التعبير عنه يعني لاجل لاجل اسباب نفسها اللي انت بتحكي عنها فانت طلعت من هاد المرحلة اظن مش متأكد انك انت عملت قطع مع السياسة او النشاط السياسي او الفاعلية السياسية نعم 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 قطع نهائي مع اي نشاط سياسي واكي من هذيك الفترة لانه ادركت تماما انه اه هذا حيهدد اه مش بس مستقبل الشخصي اه حيدمر طموح عيلتي فيه طموح عيلتي فيه بشكل عام سواء ابوي او امي او الناس اللي وراي قاعدين بستنوا يعني فمن هناك اخد قرار انه لا كمل جامعتك خلص اه كمل مسارك اللي انت رسمته مع عيلتك ومع اهلك عليه علشان يعني وهذا اللي صار بجانب الشعور اللي انت بتضلك تأكد عليه اللي هو العلاقة مع العيلة والمسؤولية تجاه العيلة اه اه ممكن تكون فيه نسبة قليلة بس اكيد فيه شعور اللي هو ممكن يكون خيبة خطلان اه 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 سقوط توقعات اه بس انت بغير فكرة العيلة ما بعد لهذا شو اللي خلاك فعليا تبعد تماما فيه اشي تاني ولا بس فكرة العيلة يعني لو لو الاسرة والعيلة كان وضعها المادي ممتاز انت فعليا كان ممكن تكمل بالسياسة اه ممكن بس مش مش شرط تكون نفس الاتجاهات نفس الطريقة يا بوي انت كنت لسه لسه قاعد هذيك الفترة فترة الجامعة سنة اولة سنة ثانية سنة ثالثة عم بتعم تتلمس الدنيا يعني وكلها كانت طلعنا من ضفة غربية خام فانت هناك عم بتحاول تفرز شخصيتك وتحاول بتبني كيانك بشكل او باخر اه اكيد كان ممكن اكمل لكن مش شرط نفس التوجه والاتجاه اللي كنت مثلا يوميها شغال فيه مثلا او بتواصل معه وبشتغل بشتغل فيه مثلا كان ممكن يكون شيء مختلف تماما يعني طيب بجانب تاني اللي كمان عقبت عليه باكتر من شكل فيه اشي انه حتى لو بلادنا لو انت كنت مش عايش بكوفين عايش بطول كارم وعايش بالضفة الغربية فيه نظر اتجاه بره دائما انه هدا عالم اوسع بس بحس انه كل قصص الشباب اللي تغربت بلستنا من فلسطين سواء من غزة او من الضفة او من القدس تحديدا يمكن 48 قصة تانية بس دائما فيه لما بطلع على العالم الواسع الكتير كبير هذا اللي بره بصير فيه صدمات ثقافية او صدمات اجتماعية او فعليا بشوف الفوارق الثقافي والفوارق الاجتماعي والناس اللي فاتت اذا انت بتحكيلي على حتى لما حكيتها سابقا حكيت على فكرة البنطلون الاخضر والبنطلون الاحمر هذه القصة فعليا موجودة عند الكل لانه اذا هو نظرته لشكل الموضة او الستايل بره باشي فهو بحاول يطبقه بشكل ما فعليا حتى لما احنا طلعنا ب2005 و2006 كمان صار معنا هذه القصة اللي الواحد مهتم كتير بلبسه او مهتم يلبس الوان او يكون بهيئة ما وشكل ما وبشعر لما بده ينخرط مع محيطات مختلفة انه شوي هو مش عم بحاول ينخرط هو بالنتيجة يعني بتميز اكتر او كاعد زاكي انه بحكي عن حاله اكتر فانا لقيلي على راسه ريشي على راسه ريشي بالضبط فلاقيلي فعليا كل حدا تغرب طلع من غزة الضفة والقدس كمان بمحل ما كان عندهم هاد الاشي واللي انا بفكر انه هذا فيه اشي بتعلق بصدمات ثقافية واجتماعية وواضح لي كمان بشغل تاني انه مع تغير الازمان بالسابق فيه علاقات كانت بتكون مع المحيط او الناس الانت طالع من من البلد نفسها او من العيلة او كزا فبتجرب انك تكتشف ناس تانية فجزء منها انه انت بتبعد عن هاد الناس لانه حبا وفضولا بانك تجرب تجارب تاني او تكون صدقات اوسع نشط الشي عم بيكون اليوم بس هادول الجهتين بعملوا صدمات ثقافية واجتماعية وانا بفكر انه عم بسأل السؤال واعي لانه الواحد فينا بطلع وهو مالك العالم ع تليفونه اليوم بس مع ذلك بصير عنده صدمات ثقافية واجتماعية مش بسيطة تقيلة وبتأذي احيانا بحالتك كيف كانت او بفترتكم كيف كانت شوف في فترة الجامعة احنا يعني غربتنا اللي بنحكي على الغربة انا بالنسبة ايلي ما هي غربة خمسة سنين جامعة فقط هي غربة خمسة وثلاثين ثانية يعني اوكي فترة خمسة سنين الجامعة انا كنت في الاردن والاردن كنت لك كنا في ايربد واربد عبارة عن كانت قرية كبيرة ما هياش هذيك المدينة اللي زي عمان اليوم او زي دبي او زي بيروت او او حتى رام الله يعني احنا بنعيش في قرية كبيرة يسمى ايربد وعندك الفين وثانية طالب في السنة في الدفعة واحدة وحنا في المتضافة فكان انه عملية انتقال من ثقافة الضفة الغربي انتقلت معك للاردن بجزء كبير من حياتك جزء كبير يعني انك تعمل مسخن وقلاية البندورة وتلعب وشد وطرنيب وشبابك اللي تمو وتتذكر فلان وتتذكر كل الحكي هذا كله كان عايش معانا فالصدمة الثقافية في الاردن بعتبر انه ما كانتش هذاك الاشي الكثير باستثناء انك انت شايف نمط حياة مختلف الشوارع مختلفة بساط مختلفة في تليفون تحكي فيه 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 اخر انت بتشوفه جايك من عمان جايك من دول اخرى يدرسوا عنا فترتها اللي يرموك كانت والاردنية كمان كانوا يجوا طلاب من الكويت ومن دول خليج اللي هما مش خليجيين كانوا فلسطينية عايشين في هذيك الدول يجي يدرسوا عنا هنا كنت تحس فرقيتك انت ما بينك وبين العالم الثاني او العالم الاخر اللي عايش برا البلد انا بعتبر انه صدمتها الثقافية او الفارق الثقافي كان بيننا مش مع كونف في جامعة يرموك بقدر ما كان مع ناس جايينك من عمان اللي هي العاصمة الاردنية وناس اخي كنا في قول شمي ثاني ابن شمي ثاني هذيك الايام ارقى محل في عمان كان شمي ثاني وانا اذكر لي صديق في الاردن يعني الله يذكر بالخير عبدالرزاق عرعر معروف لكم عشت انا وياه يمكن ثلاث سنوات وانا بعرف انه الرجال وين ساكن يا عبدالرزاق قريب المدينة الرياضية كل مرة قريب المدينة الرياضية لما زرته في اول زيارة اللي يقيله على البيت في الممكن اربعة ثمانيين خمسة ثمانيين بلقى حالي جوا شمي ثاني بقول له يا ني يعني احنا عائلي سنتين بعرفك بقول لي قريب المدينة الرياضية انت عايش في جوا شمي ثاني قال لي بس لي سبب واحد ما بدي اقول لك ولا بدي اقول له اصحابي لان اولاد الشمي ثاني بنظلهم من هذولة جماعة الامدلعين مدللين جماعة الكبكات الحكي هذا كلياته وانا واهلي مش من النوعية هذه انا واهلي مش من النوعية هذه احنا ناس خلايلي عشنا في البلد بدينا من الصفر امي اشتغلت صوف ابوي كان في حزب التحرير معانيين ميكلين هوا فبديش ان وصم انا وصمت انه انا دلوع فمن هذا المنطق يعني بقول لك انه فيه كان عندك لكن مش مع كل المحيط اللي كنا نعيش فيه مع جزء معين منه وها بصراحة انا من الناس اللي كنت فارز نفسي عنهم لانه ما بقدر جاريهم بعد فارق الطبقي او فارق الثقافي ما بين او بين الناس هاي كان بعيد مش معانهم افضل منه طريق التفكير طريقة حياة طريقة لبس سينمات نوادي الحكي هذا كله انا ما مستعد لا انا ولا كل الشاب اللي حوالي هذيك الايام نخوض في هيق غمار لانه جزء كبير منه كان مكلف جدا علينا ماديا واخلاقيا بس انتي على على مستوى الكلف الماديا كنت بتحب لو لو عندك المقدرة المادية وتعيش هذه هذه الحياة انا عن نفسي شخصيا لا ما كنت احبها يعني محبيتهاش وبندمش اني محبيتهاش بسراحة يعني لانه بالنسبة لي كنت اطلع عليها عالم مصطنع يعني مش عالم حقيقي وفعلي بعيش حياته الواقعية الفعلية اللي هي احنا بنعيشها قاعدين يعني او انا هذا الحكي كان ممكن يعني يعطيك مثال صغير مناش نقعد انه في عنا حدا من شبابنا كان من من منطقتنا ما بدي اسمي من اي بلد كانت امه يتيم ابوه امه تصرف عليه وهذا الشخص رحنا عالجامعة لكنا مفروض يكون سنة ثالثة لكنها بعد ابو اخذ مواد معانا بالسنة الاولى مواد سنة الاولى واياميها بتذكر شو نوع الساعة اللي كان لابسها بس حكوا الشباب نوعها انا كنت سبعد نجاه الموضوع الساعات وما زلت جاهل في الماركات كثير انه لابس ساعة ماركتها كذا كذا بتصبح خمسين ستين دينار هذيك الايام خمسين ستين دينار كانوا قصدق الجامعة كلها طول السنة يعني طول فصل يعني طب هذا الرجال الناس بتصدقوا على اهله او على امه عشان توديله مصاري وهو قاعد بعيش مرة في مع البنت كان صاحبته البنت الفلانية وصاحبته البنت العلانية وبروح سينما كل يوم وبعمل كذا وبعمل كذا وبساوي كذا بالنسبة لنا كان تصرف ممقوت هذا تصرف بالنسبة انه بخرجك عن عن اصالتك انا والمجموعة على الاقل المحترمة اللي كانت حواليه موجوده اللي كنا نتعامل معاها انه احنا كمان في انا شيء من الاصاله ممنوع مش بس الماده تمنعنا حتى نخرج عن اصالتنا اللي تربينا عليها والي طالت ربينا عليه وما بقولها يعني متكلفا اسأل اي حد من جيننا في هذه الفترة اللي كانوا معانا او اللي تعايش نحن وياهم حيجاوبك نفس السؤال كان بامكاننا وكان في اي نعمة وكل شيء له طرق يا رمي فيك تعمله لكن مش بس ماديا ماديا واخلاقيا كده طيب بدي بفكر بهاد المرحلة ببلش الواحد اذا بدرجع هلا بأثر رجعي بنفع يشوف حاله انه مقع بكمين يعني كمين الغربة اذا بنفع اسمي انه تمام اكتشفت ورحت وجربت وتعلمت وبلشت اعمل مصاري او بلشت هاد لما بدك تنخرط بسوق العمل مظن الكف الاول اللي الواحد بياكله لانه مهما انت كنت معتمد على حالك وكاعد بتدرس حالك ومش بكلف اهلك يعني باحسن الاحوال لما دك تنخرط بسوق العمل بصير فيه قاعدة اه وظروف حياة مختلفة انا بظن انه هادي ما بتتغير اه من من جيل لجيل لانه فيه ماكنة يعني ماكنة اقتصادية تحفر وتهرس فينا جميعا بس في حينكم القصص اللي كنت بسمعها كتير اقصى يعني هي القصص اللي بتشبه اليوم القصص القليلة من جيالنا ولكن الناس اللي لجأت من سوريا وطلعت على تركيا على سبيل المثال واشتغلت بالمشاغل اللي هم كمان كان عندهم مصار حياة ممكن يكون موجود في سوريا على سبيل المثال ولما بسمع قصصهم او من غزة كمان اليوم لما بسمع قصصهم بيجي في بال القصص اللي كنت اسمعها منك بداية المشوار ما بعد الجامعة اللي هو انه اوكي التمييز استباع انه لا الحياة مش وردية والحياة رح تكون كتير صعبية قبل ما ندخل بالمصار انت بتوافقني بلحظة الكمين انه ما ما بعد الجامعة ولا قبل؟ الكمين ما بعد الجامعة مش ما قبل الجامعة ما بعد الجامعة لانك انت تدخل مرحلة فيها بتصير بدك تحقق الاحلام والتوقعات اللي وضعتها لنفسك ولي وضعها لاخرين عليك وهونا بيجي مدى توفيقك من رب العالمين انك انت استطاعت تحصل على الوظيفة او الشغل اللي فعلا يمكنك من الحكي هذا او لأ انا بالنسبة لي في الفترة ال85 لما اتخرجت من الجامعة كان هاجسي الاول في الشهر الاول ممنوع انه انا ااخد مصاري كمان من ابوي بكفي فمن كان تخرجنا بشهر ستة 15 سبعة كنت ملاقي اول شغل في الاردن اشتغل فيه 150 دينار الوظيفة كانت مطلوبة كنت طبعا الف جبل عمان كلياته وهنا ندور على وظائف تق البواب الشركات باب باب وبعض منها يكون كاتب على الباب لا يوجد لدينا وظائف شاغرة مع هذا كلياته نقضي يومنا من الساعة 8 صبح لساعة 2 الظهر على جرينا بشي نوفر قرشين نص وقرش نص وخمس قروش سيرفيس اوكي نروح الواحد العصرية بيك الهوى من كتر ملف الوظيفة اللي كانت مطروح هذه الايام يا احمد كانت مطلوب مهندس كهرباء بخبرة خمس سنين ورات تبعها 400 دينار اظن 450 دينار انا رحت قدمت على الوظيفة فارتات ادارت كانت في شركة العربية لصناعة الامنيوم ارال موجودة في عين الباشا رحت اقدم لدوني على المقابلة اوه اوه والله كويس احد يندانع مقابلة لوظيفة زي هذه اذا شكبير فاخدوا قرار يومها كان جزء من تيسير رب العالمين انه ناخذ المهندس السينير وكان اسمه مهندس زهير سمونيان ارمني الله يذكروا بالخير ما زال موجود احنا ويانا اعطواصل اه اخدوا على 400 450 دينار رئيس قسم الكهرباء وانا ارتقوا ايامها انه ناخذ شاب صغير خريج جديد ان علمه والربيه عنا مع الايام بصير سينير وانا كان في فخ ما يمكن انا مكان حد بعرفه انه انا كنت مطلوب لخدمة العالم الاردن ايامها كان في خدمة عالم ولا الضفة غربية بخضعولها كانت هذا كبير اه واحد اه واحد من الاسباب اللي خلت كتير شباب يضطروا يروحوا على الضفة الغربية ويتركوا الغربية يعني يتركوا الاردن انا ما خبرت ايامها من الشركة اللي كنت شغال فيها انه انا مطلوب لخدمة العالم ولما سألوني بنتم معنا معافة وما تقصوا على الموضوع. ظل الموضوع هذا امكان حوالي السنة لحد ما طلبنا لدورة ثلث اسابيع للتدريب للجيش الشعبي. ملك حسين رحمة الله عليه كان بعمل جيش شعبي لمساند العراق في حرب هاته الضيران. وكان الجيش شعبي هذا عبارة عن المؤسسات والشركات والوزارات والحكي هذا كله. كله بده ينخرج في الجيش الشعبي تدريب لمنى الثلث اسابيع. على الاقل الدافع عن اردن واحتجناك بالدافع عن العراق. اتقرب الدور علنا. واسمي كان بالقائمة اللي بده اتدرب على الجيش الشعبي. طيب يا ربي انا اتدرب جيش شعبي. انا كنت هولا مروع على الضفة. معناها حصير زلمي حامل اسلاح وتمتدرب اسلاح. فعدي اليهود حاكل اهو. واذا ما اتدربتش وقلت لهم انا مطلوب. انا بالضفة الغربية حيسافروني على ضفة. فشاءت ان اقدار انه اجع حدا من الشركة من السعودية وتطلب مهندسين اه كهربة ومهندسين صيانة. قدمت عليها وكانت تاشيرة موجودة. ما اخذتش مني تلت اسابيع الا كنت مسافر مغادر البلد. والحمد للنا جيت منه. وكان هولا اذا بدك تحكي على فخ الرواتب. الخمسة ثمانين في السعودية هي كانت نهاية الطفرة. يعني معروف في السعودية فترة الطفرة كانت من الخمسة السبعين او بداية السبعينات للخمسة ثمانين. خمسة ثمانين نهاية الطفرة. ونزول البترول من ممكن كان مئة دلار لعشرة دلار وثمانين دلارة في هذه الفترة. فهوان الناس بلشتني ايش تعمل خفي التكاليف. اللي عنده مهندس محشر تلاف ريال ثمان تلاف ريال روح واجيب لك واحد تلات تلاف ريال. وانا كنت من الناس المحظوظين اللي رحت السعودية لكن رحت تلات تلاف ريال. وكان معي زميني مهند الهجابي الله يكره الخير. سلام لانه. كان هو عثل تلاف خمس مئة ريال. كان لانه معه ماجستير. هو معه ماستر ثلات تلاف خمس مئة وانا على ثلات تلاف ريال. وبدأنا حياتنا. والتقينا كان اول لقاء الانوية بشكل فعلي مع بعضنا في المكان هذا. وبدأينا حياتنا العملية هناك. الان الثلات تلاف ريال هذولا. لما كنا قبل شوية بدك انت تكون آآ سكف التوقعات منك ومن نفسك ومن اهلك ومن الحكابة كلها. شو علي اعبائي يا احمد انا. اعبائي النمازي ما ادعم اهلي بغضى نظر انه ابوي بشتغل او بشتغلش. بصرش ما ابوي كل هستين هلي بتعم وانا ما اوضلوش في الشعر اشرين ليرة ولا خمسين ليرة. نفس الوقت عند اخوي بده يدرس. كمان اندي اخ بده يدرس المصر. عندي اخ في الاروسيا فترا فتراته وبده يرجع. بده يكمل هناك بعدين رجع وكمل في الجاعة النجاة. هذا حاجة كله عبا عليه. ونفس الوقت اندي عيلي. قبل ما تصير عيلي بدي اتجوز. لان سعودية بلد في هذه الفترة عنده نقمع العزة. يعني ما كتقيش اعزب بالسعودية هذه كمة التحدي وكمة يعني الصعوبة. لانه كل البلد كلها قائمة على الدين. هذه الفترة والعائلات. اذا روحت ع السوق ومعك عيلي في مطلع. قام العصائد وبك فيها عزب. مع السلامة. ما يخليك يعني. مش يقولك مع السلامة يقولك كربة تانية. طبعا الظاهر انتهت هذه الهيئة لان. هذه الفترة كانت فيها انه لازم خلص تكفي يعني. انا بزوطش معي يكون بسعودية عايش. كنت اشغل فيها ما تجوزش. فكانت تجمع حق جيزتك. وبدك تخلف وتعمل عيلي. وبدك تدرس اخوك. وبدك تصرف على بيتك. وبدك كل الحكة يا خانا كل يعني. انا مقعت انت فترة سنتين ثلاث سنوات. انا بالنسبة لي. كانوا ثلاث سنوات ايجاف. ايجاف معنا ايجاف. انه وزيدها من فوق الطين بل بعد ما اجوزت بشعرين ثلاثة. من دخل في انتهت الحرب الايرانية. العراقية الايرانية. والديناء العراقي مالاش يطلق. ورح نشترينا ديناء العراقي. ايام انا كان بالنسبة لي خمسة عشرين فريال. خمسة ديناء العراقي. هذولا خسرتوا بالكامل راحوا بالكامل. فتخيل دين عليك خمسة عشرين فريال. وانت تغضرشت وقت لخمسة عشرين فريال بالشهر. ما كان في مجموعة عوامل. خلت الواحد عيش فترة. ما بدا كنا في ثلاث سنوات عبارة عن خمس سنوات. فباللحد ما رحت على شركي تاني براتب اعلى وبعالى. وبالشتسكن اموري ورتب حالي. حد ما الحمد لله تيصد. فهونا الفخ تحكي علي يا احمد. انا انا كمان بحكي على فخ تاني الكمين اللي هي في لحظة الواحد برجع بقدر بعد سنين غربة بيميزها اللي هو. امتى اللحظة اللي لازم تنتهي فيها الغربة ما بقدر يميزها. امتى اللحظة اللي بيكتفي فيها ما بقدر يميزها. امتى اللحظة اللي هو وصل للمكان. الكل بطلع بده يكتفي بفترة عشان يدرس حاله او يدرس اخوه او يعمل شيء. تعرف احلى قصة الله يذكره بالخير ايش اسمه نسيت عن اسمه صديق العالي فترة لما كنا بالسعودية اجا وكان بحكي لي انه تعال اشتغل في السعودية او بحاول اقناني انه خليك في السعودية او اشتغل بالسعودية. وحكي لي انه انا انا واعي لهيك بس كان اصدق حدا من كل الناز اللي كانوا بحكولي انه تعال على الخليج او اشتغل لانه بقول لي انا اجيت بالسبعينات زرت عمي وكل صورت زاير وزاير خليني بس اشتغلي كم اه عشان اشتري بدلة فبقول صورت زاير وزاير خليني اطلق حق البدلة وارجع وبكل من يوم هو انا برجع حق البدلة وحرفيا الخليج كل حدا فيه عنده قصة غاية او مبرر لانه طلع عليه وعم بحكي الخليج بس انه بهذه الفترة هو المكان اللي الناس بتطلع بتسافر عليه عشان تعمل مصاري يعني هو المكان اللي سوق العمل الكبير فيه بس ما حدا رجع او يمكن هلأ بهذه السنين هي اللي مثلا هلأ قاعد بشوف اخويا اللي برجعوا اللي هم طبعا هدولا الجيل المؤسس للمغتربين في الخليج هلأ قاعدين برجعوا يعني بعد السنين هذي كلها واذا بظن بسألهم رح للاك طول الوقت انه فيه كمين مش عند عندك بس او عند يعني اقاربي بس عند الكل بلسثنا تحديدا اللي بدخل سوق العمل بغرق بتفاصيل تطور وظيفي وراتب واشياء بعيدا عن كل مسؤوليتك اتجاه درسي دي يعني هون لحالها فيه مغريات لا تنتهي اشوف انا هون بدي اطلع عليها كمغترب فلسطيني ومغترب مثلا عقيق جنسيات اخرى انديا ومصري مثلا المغترب اللبناني صار الى حد ما زينه بشكل او باخر في الخليج بالذات صار الى حد ما زينه نتيجة للمعاناة في اللبناني لكن عقيق المغترب المصري مثلا بيجي بقول لك انا عايز خمس سنوات عايز الشقة العربية والعيادة مثلا اذا كان طبيب مثلا وما ييجي بالسعودية يعيش بيعيش باقل او بالحد الادنى من متطلبات الحياة بكل فخر ليه؟ لانه ما يدخره عم بعمر فيه قناعة في مكان ايقامتو الدائم اللي هي القاهرة لما تيجي خمس سنوات فعليا بسلم مفتاح وبرجع على القاهرة نكون نعمل فيه اللي بده ياهدف والعربية والشقة والعيادة بتاعته هذا عمل لكم احنا كشقة فلسطيني متغيرات كثيرة اول شي بنطلع يلا سنتين تلاتة نرطب حانا ونروح انا اللي بصيد معانا الا بعد سنتين تلاتة فينك عاملين هنا فينا عامل احتلال ما بدي اعمل الشمارة انا اللي بخلطها في غربية عندك وضحة صعبة عن ناس فك ترجع عليها او غزة فينا عامل الثاني اللي احنا تطور اهدافنا انا بسميه تطور الاهداف معنى تطور الاهداف انا لما بده اطلع ثلاث سنوات شوف دخل على الخط وقول لك خانتجوز بعد ما يتجوز وقول لها طب يعني انا بدي اروح بدي اعيش مع مرتي ولادي ببيت اهلي بيضبطش خانعمر لنا بيت البيت صغير البيت اللي صغير بده ما يكون 150 متر بصير 300 متر لانه قاعد ايش توقعاته من البيت اللي بدي اعيش فيه صار زي توقعاته في بيت محترم عاش فيه في سعودية او في البحرين او في مكان اخر خد نمط الحياة احنا من مكان راتبك 1000 ريال راتبك يصير 20 الف ريال انت بال1000 ريال كنت عايش وبتوفر وبال20 الف ريال عايش وبتوفر لكن ما بتوفر 17 الف ريال انت بال20 الف ريال بتوفر 2000 ريال طب صار مسلولك 18000 ريال وين راح هذا لانه تطورت اهدافك وتوقعاتك ومصاريفك مع تطور حياتك ونمراتك مش بس انت انت ولادك زوجك هذا كمان شو عمل لك مغناطيس بخليه تقعد سوبركلوب بقعدك على الكرسي وانت رحمن تقعد في الخليج واخذ ايش تاني كمان بصير معاه لولاد لولاد مشكلة انه يتفكر انه الولد بدي اياه على 5 سنين يدخل مدرسة في البلاد او بدي اياه يدرس جامعة فلما الابن بيدرس بتخرج من الثانوية عامة في الخليج في السعودية وفي الكويت او في الامارات او غيرها وين بتروح يدرس هذا يدرس في الجامعات الاردنية غالبا موازن خاصة في 12 سنة او 20 سنة موازن شو معناه تكلف عالم كل طالب بتدخل الجامع معناه هو رهن ابو خمس سنوات في السعودية لا يخلص احمد لا يخلص اسام لا تخلص اهلا هذا اللي بصير معك فانت فعليا تجد نفسك انك انت صورت رهين رهين او مرهون لانه بلاد يتخلص جامعات فهذا كله يأتي ابني عوامل بتخليك انت تكون مرحلة غروبتك لا منتهية قد اخطر منها اكبر منها كمان توصل سن معين خمس وخمسين سنة قريب الستين مع ان الاقامات في السعودية مثلا ممنوع بتجديد الاقامة بعد الستين صورنا نعمل ميت حيلة وحيلة كيف نوسط ونخلي الحكومة السعودية تجددنا الاقامة او كنا تأمين صحي او 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 نلاقينا طريقه مشان نضل عايشين بالسعودية ليه واحد من الحالات اللي شفتها او اكثر من الحالة انه والله الولاد اتجوزوا هنا البنات اتجوزوا هنا طبعا انا بدي روعة البنات شو بالدعم انا اولادي هون بناتي هون احفادي هون خليني عندهم ونفس الوقت والأقامة خطير جدا كمان انه يبني بعد سن معين قدرة الواحد فينا على انه يقض قرار يحتمل يكون قرار صحة وخطأ في حياته المهنية اوكي بصير صعب يعني انا شباب فيه غير افشل ورد انجح ورد افشل ورد انجح مش مشكلة انا لكن لما توصل خمسين سنة كما بوق انك تفكر شو بتشتغل افتح سوى ماركت افتح بقالة افتح مشروع بنجح بنجحش بصير بزرش هذا كل ياته بكون عبارة عن هاجس او مجموعة هواجس وكوابيس تجيه كنت في الغربة انه كيف بدي ينجح فبية ترى انا محب ان اصدقائي اجا من بدو يستقر نهائيا قبل السنة الماضية فجدا مهتم بروعه ع البلد وبدو البلد ويجيبوا لاغو ع البلد لما اجي ع البلد بدو ي هو طبي بدو يفتح ايادة لك فتح ايادة مكلف جدا راح سعر السيارات لك سعر السيارة مكلف جدا ايش تنشق مكلف جدا لك حابة مصريات لمعيده بغطول وصبتسين في المية ماذا هو من طموحه في البلد لسه وانا فقال لك لا انا محتاج اغيب لي كماء اربع خمس سنين لبرا ورجع مرة تانية ما تكمل وهذا بحصل معنا فهي تطور الاهداف مش منك انت بس منك من عيلتك يعني ما فيك ترجع عيلتك تعيش في مستوى حياة انت كنت عايش في قبل 30 سنة في البلد ولا عيلتك هتفهم عليك ان انت اللي كنت تاخده في السعودية او في عمان او في البحرين لما ترجع على البلد ما رح تاخد ربعه هيتضلوا عايشين نفس المستوى ونفس التوقعات مش بس عيلتك مجتمع هيتطور عليك نفس الطريق وهو ما شاء الله هذا كان في الخليج معه ما صار توقعهم انه في كل شي يكون مرتفع كمان كلها عبارة عن أفخاخ مجموعة أفخاخ بتخليك لما تكرر طرعه على البلد لازم تكون حذر مئة مئة مرة طبعا ما بتحكي الا على الغربة الجديدة بتكتعيش مرة ثانية بترجع على البلد اعتقد هاي محور ثاني فيه نحكي عليه بعد شوي انك انت مش بس ماليا انت بترجع على بلد تلاقي لابد ان تمارس غربة جديدة الباب بالنظر لانت شو حكيت بالسياق انه كيف كيف وصفته يعني من مكان كمين الغربة ككمين وسوق العمل في الغربة اللي كتير واسع واللي كمان على مدار الصين الاخيرة تطور توسع زادت معاييره زادت معايير المهنية وزادت كمان التوقعات من كل موظف واللي بتخلي كل واحد يعني بمحل دائما تحت امتحان امام وظيفته امام حياته فهي بظن غير النقاش تبع المسؤوليات الاجتماعية او المسؤوليات تجاه الاسرة والطموح الشخصي فيه كمان ماكنة اللي مع تطور الخليج وتحديدا اجهال اللي راحت على الخليج مع تطور الخليج كمان دخل الواحد بمتاهة اللي هو لا يمكن يوصل لمكان انه اوكي انا تمام انه انا مهنيا صورت تمام بظن اللحظة اللي اللي بتصير عنده اذا متأخرا رجع على البلد بعرف فعليا انه متلا صار يعني اكثر من مؤهل للعمل في المكان اللي هو موجود فيه او اكثر من بنفع يشتغل بالخليج وبنفع يكون كمان بوظيفة تانية بالخليج بس برا الخليج خلص هو فعليا منقطع عن سوق العمل باماكن تانية تماما بحالتك انت بظن هذا نفسه اللي اليوم موجود بس احنا رسل مغريات اكتر بكتير ففعليا اللي بطلع اليوم من الصعب انه يرجع واذا فيه المصري حتى بظن اللي انت بتحكي عنه هو معاق موجود اليوم يعني فكرة المصري بطلع خمس سنين هو كمان عم بطلع عشر سنين وعشرين سنين ببني ايش بمصر بس كمان عم بيعيش يومياته بالكامل مع مصر وفهيات جدا عالية بمصارك انا بظن يعني عشنا معك الوعي للتناقض هات طول الوقت ومحاولة الهروب من الغربة في اكتر المرة والفشل بالهروب فاظن اول مرة انت اه انا اللي بعرفها عشناها اللي هو انا دخلت صف اول يعني دخلنا صف اول انت انزلت بطلت مهندس كهرباء انزلت على طول كرم وفتحت محلات كهرباء صح نعم خلي انا اعطيك يعني معارش قبل ما اجي على التطور انا التغير اللي صار معاي بابا الغربة اذا قررناها بالنسبة لنا كفلسطينيين اذا قررناها بما هو متاح في الضفة الغربية هي عبارة عن موسوعة كبيرة بنك كبير للمعلومات والخبرات اللي ممكن تاخذه واللي في الضفة الغربية لا يمكن تأتلك فاللي عنده طموح مهني بيجد نفسه بشكل أو بآخر في مكان ثاني خارج الضفة الغربية معنى انه اذا كنت مهندس كهرباء بدي اغير اصير مهندس انتاج او مدير مصنع في ابدل كارير تبعتي بشكل أو بآخر او المهنة تبعتي بشكل أو بآخر وادرس نفسي وعلم نفسي وادرب نفسي وطور نفسي وستجد المشاغلين معك والشركات والمؤسسات تشتغل على انك تطور ذاتك وتوصل لمراكز مختلفة فالنقطة هذه قد تكون فخ اخر غير فخ الراتب اللي حكينا عليه وفخ مستوى المعيشة اللي حكينا عليه وفخ العمر اللي بيمشي معنا لقدام فخ انك انت ما هو متاح لك خارج البلد انك تطور ذاتك مهنيا وتتطور وظائفيا اللي في الاخير حيقودك لتطور مادي وغير مادي هذا الحكي ما وجود بره مش موجود بلدك انا بحالتي دايما كنت اعمل زي اخواننا المصريين ان افكر ممنوع اكون في الغربة طول الوقت وكانت اول عودة لي في الاربع وتسعين لما بدأت انا واخوي عملنا محل كهراء في تلاتة وتسعين وكان محل هذا هو نواة لعودتي انا من بره خلص هذا مشروعي بدي اشتغل في انا في البلد هون رجعت على البلد قاعدت اربع سنوات وفترة منها كنت مدير مصنع في نابلس اول سنة فيها كنت بتعلم في الضفة الغربية وعلاقاتي وهو على حساب غيري ومع غيري فاشتغلت في شركة في نابلس مدير مصنع انتاج حفظات اللي كنت فيه بالسعودية كنت شغال مع كيمبالي كلارك بالسعودية انا اللي بنصنع الهجز والكوتكس والكوتكس كلينيكس فيشال تيشو رجعت بخبرتي هذه لقيت وظيفة محترمة براتب محترم ونفس الوقت عندي الشغل تبعي انا الخاص فيه غرضي اللي كان ايش هو انه ولادي يبدأوا في مدارس الضفة الغربية انا ما بدي ولادي يبدأوا في مدارس الغربة وتمشي فينا سنين واقع بفق انه لا يخلصوا الولاد لا يروحوا على الجامعات مشا الحال فينا لحد سبعة وتسعين سبعة وتسعين ثمان وتسعين طلبت من نفس الشركة كيمباليكراك ان اروح على البحرين وروحت البحرين قاعدنا حوالي سنتين تقريبا فيها ورجعت كمرة ثانية الثمانة وتسعين هذه فيها كان عندنا مسار اخر بدأت لنفسي اضافي للشغل للكهرباء اللي انا كنت شغال فيه كمهندس كهرباء هون وجدت نفسي انه انا كم المعلومات اللي جبته اكمل خبرات اللي التالي من خلال عملي مع شركات امريكيه بالذات وكمل كتالوجات اللي معاي اللي شحنتم اياميها ما في لا يو اس بي ولا في باوربانك ولا في انترنت ولا في الحكي هذا كله ياته اوكي اه هارد ديسك حملت كاراتين اكثر من عفشي انا كاراتين كتالوجات وكاترين مانيوارز وكاراتين معلم جبته معايا مشان ابلش اشتغل فيه في الضفة الغربية وصدقا هاي كمية الكاراتين كانت اكثر من المستلزمات الشخصية العيلة كلياتها يمكن كان معانا اربع شنتات ومعانا ثمن كاراتين كتالوجات مشان احافظ لما ارجع على الضفة الغربية انه انا لسه في عندي كم من العلم موجود غير اللي موجود في الضفة الغربية باهلني وبساعدني ان نعيش في الضفة الغربية هنا وفتحنا شركة استشارات اسم شركة خليج استشارات والتدريب كنت فيها انا واخونا مهند الهجاوي الله يذكر بالخير وبدأنا من هناك كثاني شركة استشارات ادارية وصناعية في الضفة الغربية ونجحنا نجاح الحمد لله كثير كويس كثير ممتاز وحققنا شبكة علاقات كبيرة واخدنا مشاريع كويسة دخلت انتفاضة الثاني في الالفين وصار عملية زباينا احنا عايشين طول كرم او جنين هو كان عايش زباينا وين زباينا في نابلس في رامالله بالتحديد زباينا هما الشركات الصناعية الكبيرة وزباينا هما الانجي اوز وزباينا هما الوزارات كنت اشتغل في مجال تدريب ادارة السلامة المهنية ادارة الانتاج ادارة الصيانة ادارة الجودة هذه الامور كنا نشتغل فيها وكنا بعض الاحيان نورد ماكينات ونركبها للمصانع والشركات وهذا ممكنش عنا يعمله لكن دخول انتفاضة علينا خلت حركتنا تكون صعبة خلت مشاريعنا الجديدة تكون اقل من اول خلت فلوسنا الكاشف له بين يدينا يكون اقل معنى انه اليك مصارع الناس لكن منع التجول لمدة خمسين يوم او عشرين او ثلاثين يوم بمنع الفلوس عنك فكان قراري اياميها سنة الالفين بداية الالفين انه انهي شغل الكهراء بالكامل ابني بيتك الخاص فيك عشان تخلص من ايجارات والحكي هذا كله ومن ثم كمل في شغل الاستشارات استطعت ان اكمل في استشارات لحد الالفين وخمسة شو اللي ساعدني بالحكي هذا في الالفين وثلاثة اا مسيكة مدير برنامج الامم المتحدي بالتنمية الصناعية اليونيدو وهذا الحكي كان بحد ذاته يعطيني ااا تمييز في حركتي وفي راتبة الراتب كان بالدولر شي كويس زائد معاك سيارة عليها على امم المتحدي مكتبك فرام الله عليها على امم المتحدي حركتي على الحواجز بتكون فيها حرية ااا اكثر بكثير من المواطن العادي ااا ما حابت اتعرض لك بشكل او باخر ااا فهذا الحكي يعطاني مجال ان انا اقدرت عايش في الانتفاضة لحد الالفين وخمسة وكان بامكان اكمل اكثر في الالفين وخمسة وجدت نفسي انه انا بشغلي هذا في الامم المتحدة عايش في رام الله وابني اولادي وبيتي عايشين في طول كرم وجدت نفسي انه ابني الكبير هيكون عنده مشكلة الان في سنو بين ااا في السن اللي هو فيه اااا پر راح يكون عنده مشكلة اااااا انه ليش ما انا اطلق واحاول اغير نمط حياتنا بشكل او باخر فاطلعنا وكان غربتنا من 2005 ل 2012 وكما في كل مرة او في المرات السابقة وهي المرة على اكثر الحاح انه انا ما بدي اكون مغترب دائم معنى بدي عيش في مفروش بدي سيارة تكون سيارة شركة بدي انا يكون معاي شنطة اوعية وبس لانه غرضي سنة اثنين ثلاثة اربعة بدنا نرجع الضغط في مرة تانية فاستمرت فيي الحالة من 2005 لحد 2012 في 2012 اخد قراري وروحت على البلاد مرة تانية ويوم هاذكر في احد زياراتي بعديها لسعودية سألت احد الاخوان بقول لبين حكى عني مجنون اني تركت الغربة وسعودية ووظيفتي ووضع اللي انا فيه وروحت قال لي عمي السؤال بيكون غير هيك السؤال بيكون مين حكى عنك مجنون انك تركت وروحت لانه وظيفة داريكتور لأعلم المدير عام براتبها بامتيازاتها في الوضع اللي انت فيه تتركها وتيجي على الضفة غربية انه خلك مربوط معانا بشكل او باخر دير جزء من الشغل اللي كنت بتديره وانت في بلدك وتعال كل شهرين ثلاثة تعال لك سبوع زمان وهذا اللي حصل معي بمدة فترة 2012 لالفين ونهاية 2015 كنت بدير شغل معين بالسعودية ليوم معها التدريب انشاته في 2010 كنت بديره ونفس الوقت عايش في الضفة الغربية هنا بشتغل في مجال الاستشارات لحد ما اجت 2015 نهاية 2015 ادركت يومها انه ليه انا تم المحافظة علي اظن على سلم الرواتب وعلى الكادر الوظيفي لها الشركة هذه انه انا صرت مرشح رئيس تنفيذي للمجموعة كلياتها وهذا اغراء كبير ان تصبح رئيس تنفيذي لمجموعة بثلاثة الاف ومسابينة موظف في شراكات عملناها سابقا وبنعمل بعضها لاحقا اوروبية صينية يابانية وتكون انت الرئيس تنفيذي صراحة فرصة اللي بنقلهاش لا فكان قراري في 2015 كمان مرة اترك البلد واطلع واستمرت في الرئيس تنفيذي لحد نهاية 2021 وكان الكلام لما بدي اترك وروح الترويح النهائية هذه بيني وبين رئيس المجموعة بشكل عام لاخ عبد الله مجدوي على ذكره الخير انه يا بهيش بدري يعني ليش تروح الان يعني قلت له يا خي ابو احمد انت الان عم تتقاعد كرئيس مجموعة بتسلم اخوك وانا وياك نفس الجيل بحق ليش انا كمان اتقاعد انا كمان بدي اتقاعد بدي ارتاح بكف غربة بكف شغل فكانت 2021 هو القرار الحاسم النهائي شو موظفين ايامية سألوني هل نعملك خروج عودي ولا خروج نهائي تقولي خروج نهائي قال لي ابني الحال مش خسران بتيجي عمرة بتيجي زيارة خلي خروج عودي كنت اعمل لي خروج نهائي انا بدي ارجع على البلد برجع بزيزة زيارة برجع فيزة عمرة برجع باللي بدية بس خروج فكان قرار الخروج النهائي من البلد من السعودية وبعدها اخدت مشاريع تانية يعني في سعودية وبروح السعودية لكن بروح على بزنس فيزة معاي ملتبل لمدة سنة بطلع يومين ثلاثة وصدقا لما بطلع قاعد بغض النظر على سعودية ولا اي بلد تانية في اليوم اللي بطلع فيه ببلش حس بالشوك ان ارجع على الضف غربية برتاح برا وبغير جو برا لكن النفسية بتاعتي حاليا انه انا ايبين ضف غربية اعايش في الضف غربية هنا بكل ما فيها من حسنات ومن مضايقات ومن احتلال ومن من هي الحضن الكبير اللي بقولي انه اشلع في اي وقت بدنايا وهي الحاضنة الفعلية لان ومن هذا المنطق انا بتلاقيني قاعد في البلد اليوم فالتغير عمدى الاثرين سنة او الثلاثين سنة اللي عشتهم انا برا اطلع وارجع اطلع وارجع كل نابعة من منطلق انه انا رافض داخليا ان اكون مغترب بلا نهاية وفي غيري هو طالب ومجتهد لتحقيق فكرة المغترب الى النهاية جزء منهم ما زال عايش هناك وجزء منهم روح سواء باختياره او قصرا بعد سن معين اجبرة الظروف اوكي انه روح لكن انك تروح في سن معين تكون فيه قادر على الحركة قادر انك تاخد قرار قادر انك تعطي هذا بساعدك انك لما ترجع بلد تكون غربتك ومدى غربتك اقل فيها من انك ترجع في سن متأخر لا الاجيال الموجودة بتعرفك ولا المجتمع بيعرفك ولا الاقتصاد بتعرف انت ولا طبيعة البلد بتعرفها فانت هنا ممكن تعيش في غربة كبيرة وتكون اصعب من الغربة اللي كنت عايشها بره رح اجيه لهذه بس بدي ارجع اتطلع انه انت لما بلشت تحكي على المصار حكايت انه انت حبيت تعمل زي اخواننا المصريين نعم بس انت ما عملتش زي اخواننا المصريين فشلت في ذلك لانه تطورت اهدافي لانه بالرغم 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 يعني بالرغم من حرصي عليها انه اكون انا عندي غربتي محدودة لسنوات محدودة وقلت لك يمكن من 2005 لحد نهاية 2021 لم امتلك كنب ولم امتلك سيارة كنت حريس جدا معي الشنطة بتاعتي فقط لا غير بس انت ما كنت في البلد انت كنت برا برا يعني يعني انت انت عايش برا بهاجس العودة وعايش جوا بهاجس الصفر اذا بدي امسك 20 او 30 سنة حتى يعني انا بلشت بدي اسأل على مرحلة اللي فيها انت عملت اساس صرت مدير مصنع وصار عندك الشغل تبعك بعملك مصاري قاعد بس عينك فعليا على على تطور وظيفة وتطور اكثر اللي غيرك كمان من جيالك قاعدين بيحققوه برا صارت الانتفاضة في اللي انت كنت عم بتحقق انجازات بس حتى المنطق اللي انت جايبه فيه او بتشتغله فيه بمرحلة الخليج بضون اللي هو جزء بواسع بفكرة انك انت على تواصل مع علم برا او عم بتجيب خبرة من برا او عايش فعليا على نفس برا لما صارت الانتفاضة برجع الواحد مرة تاني مش بس بفكر يعني فكرة الاسرة او العيلة او الاوضاع المادية كمان اللي اثرت على الجميع في حينها بس كمان بصير يفكر بيضل عايش على سؤال برا لانه عايش شو برا ف اذا بدي اهرب من المصريين بروح للاخو اللي برحل اللي برحل اللي مؤخرا نتغير ظرفهم يمكن بس كنت اشوفهم النموذج الاخر لفكرة اذا عاش جو البلد بعيشها واذا عاش برا البلد بعيشها يعني اذا عاش برا فعليا بكونش يفكر بسيارته اللي بديشتريها في لبنان بشتري سيارة في قطر او في السعودية بستناش فعليا يعني بكون متواصل او عايش او بلبي رغبات او مسؤوليات مطلوبة منه بس بنفس الوقت عايش الاشي الكامل عندي الاخوة الفلسطينية تحديدا وخاصة جيلكم اللي لما منكون نسمع يعني قصص متبادلة فيها واجس طول الوقت اللي الواحد بمرك عشرين او تلاتين سنة من عمره وهو بفكر من غير من غير وعي بانه المسؤولية اللي انتي طلعت عليها يوم من الايام اتلبت الطموح الوظيفة او المهن اللي انتي كنت بدك ايان عمل انا بشعر انه انه احنا جيالنا كتير اصعب ورح نكون في حالي اسوأ يعني اذا انا بحكي على المشهد هذا بشكل مؤلم المشهد اللي انت فيه لانه انا شيء مؤسف انه اليوم في عندي لانكدان بيضل جددلي فعليا تايتلز انا مش ملحك عليها فانا اذا بدي ادخل بالسايكل هاي كمان ما بخلص يعني بظل عايش فيها بشكل لا نهائي وكل فترة بتسمع على تايتل جديد وبتسمع على علم جديد وبتسمع على تفسير جديد بس بالاخر هو نفس الاشي اللي انا كاعد بعمله وبس فيه متطلبات سوق عمل ومتطلبات حياة بتغرقني بالكامل وبشعر اليوم اكتر انه يمكن بفهم الاجيال اللي اللي سيئ مزعوج منها اللي 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 بتعيش برا وخلص بتغسل ايدها من البلد او بتقول ما بدي ارجع يعني تتجرع انه تقول ما بدي ارجع وتتجاوز النقاشات الاجتماعية والتبصيل بس بمكان بكون اقول يمكن كمان احسن من انك انت تعيش برا وتظلك عايش على فكرة العودة او الرجع على البلد او انك بدك تبني ايش في البلد ولما ترجع على البلد تقعيش على فكرة تطلع من البلد هذا النقاش انا اظن بس بخص الخليج لانه اللي بأميركا قصة تانية يعني الاجيال اللي بأميركا صاروا جزء من مجتمعات وانخرطوا وعاشوا حياتهم وصارت اولادهم اولاد العمال او المهندسين او الخصائيين اللي طلعوا بسنين ما سبعينات ثمانينات وضلهم هنا وانشأوا فعليا جاليات كتير كبيرة عم بتكون بس صار في اشي مشترك بينهم بحالة الخليج بظن لانه في جزء من من حياة كمان كانت بتتطور معكم طول الوقت بس كمان بنفس الوقت في القربة من البلد يعني انت بتنزل كل سنة او كل سنتين و بتأثر عليك كمان بتظل تذكرك انه انت ابن البلد فبحس هذه الدوامة اللي انت بتحكي عنها حتى لما بتنحكك قصة نجاح بشق تاني منها انه بالـ 98 انت طلعت على البحرين لا طلعت على البحرين يعني انا بس ارجع اتذكر انا برجع بذكر معك يعني انا بطلع قاعد بحلل طلعاتي ونزلاتي انا رجعاتي من بره للبلد كان قرار عقلاني باخده انا مقرره ضمن خطة معينة بالدرجة عفتح بزنس باش طيب البلد لكن خروجي من البلد كان في معظم ويكون عاطفي يعني الشق الاكبر منه يعني النسبة الكبرى من قرار يكون عاطفي اكثر منه عقلاني معنا 97 لما انا طلعت اجا تليفون والله بتحب شو رايك تطلع معينة في الضفة الغربية هنا المعاناة للضفة الغربية لما يجي متنفس كلك ولا تعال عنا على البحرين براتب كذا كذا بوظيفة كذا كذا يا اخي متنفس خنطلع على سنتين زمان هذا كانت ال 97 في 2005 يا احمد وانا مرة ماضي موضحت هاش لما حكيت فيها 2005 انا عايش في البلد ومدير كانوا يعرفوني على علاقة معاي بقولوا لصاحبنا بقولوا طب هذا بهيج ما شاء الله عليه امور كويسة بالضفة ليش بده يطلع قال له يا اخر رجال بده يطلع قال له خلاص يجي فرفعوا التلفون علي وطلعت شو كان سبب القرار في موضوع زي هذا كمان عاطفي لانه انا ابني ابني عمره 17 سنة كان على التوجيه كنت انا في عايش في رمالله وهو عايش في طول كرم بلش ينخرط بشكل او باخر في انتفاضة يروح على ديه احجار اثار احجار واثار كوشوك له احمد ابني احمد انا صار عندي خوف على ابني هذا وين رايح فلا بد اطلع من البلد فقلت لنفسي انا بدل من عايش في رمالله ولادي عايش بطول كرم انا بد للم عيلتي في السعودية سنتين ثلاثة بنعمل مصاري بنرتب امورنا وبنرجع هذا كان ساب رجع في 2005 2012 مرة ثانية روحنا قرار عقلاني مشان كان ساب يومها انه بنتي رجاء اصغر بنت عندي مقبل على الثانوية العامة ما بد اروح على البلد توجيه مباشرة هتروح قبل نصف سنة على الاقل تتهيأ اجلت البنت على البلد عانت معاناة قوية جدا دخلت في مرحلة كآبة بسبب قراري هذا ان انا اروح انا على بلد لكن كان غرض انا تدخل جامعة الضفة غربية ما بدي اربط نفسي لا في جامعة الشارجة ولا في الجامعة في الارد الموازية ولا في الجامعة في السعودية لانه انا ما بد اعيش اذا بنت عاشت في الشارجة انا بدي ارجع مرة تاني لمشهد رجاء لانه انا بتذكر لما طلعت علامة التوجيه تبعتها فرحتك انت كانت اكبر من اي فرحة حدا تاني لانه المسئولية عليك كانت اكبر ليه حطيت حال المسئولية هاي عليك يعني ليه انت فعليا ما خليت هذه الرغبة بانه بدك تعيش في البلد او بدك تعيش برا بمرحلة احنا ماديا تمام انتو كنتوا فترتها انتو كنتوا فترتها بالسعودية وبظن انه لو انك انت استنيت عشان رجاء فعليا تخلص الجامعة تبعتها ما كانش كتير تغيرت المعادلة كان على الاقل السنة اللي انت كنت ضغط حالك فيها غير انه رجاء فعليا اكتئبات بس بدي احكي عليك انت اكتئابك انت يعني او قلقك انت اللي بدك تعبر عنه كان كتير اسخط ليه هيك صار الفكرة بابو ما كانت في سنة الثانوية العامة الفكرة كانت في انه ما بعد الثانوية العامة الجامعة نفسها اذا خلصت الثانوية عامة في السعودية كان ايامها الحك انه والله تدرس في جامعة مثلا في البحرين او تدرس الجامعة كده انا بالنسبة لي كنت عندي خوف وهاجس انه اضعف تدرس بنت برا البلد وهذا بقود انه انا اقعد برا بلد كمان سنين لقدام بالنسبة لي كان خلص يعني اقطع العرق وسي الدنيا تعرف المثال اللي انت بتقوله هو بالظبط اللي بعبر عن الحال هاد اللي بنحكي عنها كلها انه انت فعليا ما بدك تعيش الخوف من انك تضلق اكتر برا خلاك تاخد كلها ضغط سنتين وثلاثة مقابل انت ما بدك تعيش برا فبتطلع انت اذا عايش برا مضبوط واذا عايش جوه مضبوط وانا بظن هذا مش نمط مرتين الاخو المصريين هذا نمط الاخو الفلسطينيين اللي اللي متلك واللي هم قلائل بس عشان هيك فعليا هاد الحلقة مش لانه ابوي يعني بكل صدق انا سؤال الغربة لانه انا عيشت مع ابوي تناقضات الغربة والبلد العيش برا وجوه وجوه البلد تطور وظيف برا وتطور وظيف جوه الخروج من البلد ما كان لانه دائما كان لانه في في حاجة او في حاجة وظيفية بالعكس انه في كمان مغريات سوق عمل انه في وظيفة جديدة عظيمة ممكن تاخدها بمكان تاني وبحس بصير فيه خليط لعوامل اجتماعية وعوامل كتير اشياء اللي الغربة بحالة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماع اللي احنا بنعيش بتصير مهرب يعني بهذا المنطق انا اليوم باجي بتطلع انا مش عم بحاكم يعني هو المكان سيء بس انا مش عم بحاكم مغترب او 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 ابوي لانه انا بمكان اسوأ يعني اليوم حتى انا بمكان جيلي والشباب اللي من جيلي لما او الصبايا حتى لما بدهم يتزوجوا بنحط شرط العيش برا يعني كل المسار الضيق المزعج اللي انت عم تحكي عنه بنحط شرط على الطاولة ما في تصور لفكرة العيش في البلد بالرغم انه البلد حاليا لما انزلت مؤخرا فيها وظائف وفيها عمل وفيها كتير اشياء بس بفهم كمان اليوم فيه ماكنة اللي بتخلي هيك الشخص يحس باريحية بخفة اكتر بانتقاله بروحته بجيته الفقر قل المسؤوليات التجاه الاسر قلت صار فيه اكتر من حدا فعليا او الاسر عندها اكتر من مورد تعيش فيه فيمكن الضغوطات الاقتصادية اللي كانت بتوجهكم لتطلعوا اليوم اقل فصارت الناس اكتر خفة غير انه فيه ماكينات بكل مكان بتعمل فينا هيك بس انا باجي بتطلع انه فيه جيل مش بس اعطانا كل هاد الرفاهيات يعني فيه جيل ما عاش بما يكفي وعاش هواجسه اكتر طول الوقت وعاشت التعاطي معها يعني انت عايش برة بس بسمع جمل كانت لقيلي مثلا بفكرة طولة العمر ان شاء الله بس فكرة الموت انه انا ما بدي اموت برة او اندفن بمقبرة ابصر وين لانه فيه صديق لقيلك صار موحد السيارة وعمل هيك انا فيه جمل اللي بترسخ في رأسي واحنا عايشين برة وانتو عايشين برة اللي هي تحكي بانه انه انت بدك تهرب من هذا المكان طول الوقت ولما تكون جوا البلد عم تلعن البلد وانه البلد مش فاهمي عليه وانت مش عارف تكون جزء منها ففيه مساحتين بحياتين اللي يعني ما بعرف العودة رح اجيلها في النتيج لا عايشنا برة ولا عايشنا جوه لا عايشنا برة ولا عايشنا جوه او يعني ما عايشنا ما عايشنا تجربة كاملة برة انا بنظري انه احنا كأولاد كأسرة يمكن هو اقصى اشي عليك وعلى امي بس احنا كأولاد طول الوقت كان عندنا قدرة عالية على التأقلم لانه كمان بجيال صغيرة بتفاصيل صغيرة ما فيه خيار سيء الحمد لله اللي اضطرنا ناخده دايما فيه خيار جيد او الاجود او الجيد جدا هيك طول الوقت كنا بنلعب بدي اروح لمكان تاني كمان شوي اللي هو الناس كيف بتشوف المغترب بالسوشال ميديا اليوم انا بنشر صورة لابلكوني على البحر فهي بتصير هذه الفكرة تبعت نمط حياة كامل انا عايشه ولكن بكون احكي مع اصدقاء مغتربين خاصة يعني اللي اضطروا للغربة من ناشطين مصريين يمكن انه لما بنشر صورة اكل او بنشر صورة اشي هي عم بنشرها من الكلة يعني الواحد لما بيعتاد فعليا هذه المشاهد ما بنشرها ولكن ضمن ظروف قاسية او صعبة او ظروف مش هوينة على الاطلاق فبتلاقي عم بيحتفي بصورة من هون او بنعمة من هون او بحاول يدفش حاله يقدر نعمة ما طوار الوقت بصراع مع الناس اللي جوه البلد الان الناس اللي جوه البلد عم تطلع على الغربة بانه هي المنفس وهي الحياة وهي الانفتاح فبتطلع على احمد اللي هو موجود باسطنبول كان ممثل تركيا عندي بيت على زي مهند وعايش افضل حياة وافضل شغل وانا بتم اسقاط عليه كتير اشياء فبلاك الواحد فيه نعم بيقلل توقعات طول الوقت بمرحلتكم ما كان فيه هادي السوشال ميديا والتواصل ولكن حس المسئولية العالي بظن منه ومن ناحية تانية الاصرار على طمأنة الاسرة والعالي والاصدقاء بانه انا تمام واشي تاني شعور بالمسئولية اللي انت جزء من تقديرك انه انت عم تدعم الاهل بيخليك تدعي اشياء مش كتير موجودة فبحس انه فيه اجيال جيلكم كان طول الوقت مش عايش افضل حياة بالسعودية او بمكانه بس معايش اخوته افضل حياة او معايش اهله افضل حياة او حتى ممكن يضطر انه يقلل على حاله او على زوجته تفاصيل ما مقابل انه يغطي كل المسئوليات المتوقعة منه لانه من مكان ما فيه قصة نجاح لازم تتفخر فيها البلد ومن مكان تاني انه فيه شعور بالمسئولية والتقدير عم تعملها بس بحس انا اليوم عم بعيش ضغط اكبر انتوا كنتوا بمعزل عن هذا الضغط اكتر فكرة تصدير قصة النجاح تبعتكم اليوم انشغل عليها على مدار السنين على انها هي تكون النموذج فبتلاك اليوم مغتربين بس بفكروا بحالهم وطول الوقت الواحد عم بعيش قصته انا هيك صورت احكيها يعني عشان بنكتب ومنشغل بالاعلام فبتلاك الواحد لما بحكي لك كيف اسش شركته زيك انه واقف على ستاج وعم بحكي للجمهور هو شو عم بعمل وعملت كذا وسويت كذا وشلت هيك وسويت هات بس هو بالاخر لسه شركة ناشئة او فكرة انه هو كيف دخل جامعة بس هي بالاخر جامعة متوسطة فطول الوقت الناس مشغولة باستعراض نجحاتها الفردية واقفة على هذا الاستاج في حالتكم انتوا ما كنتوا محتاجينه ما كان هذا الاستاج شغال ما كان الاعلام موجود بس كنتوا انتوا بتصدروا هذه الصور لأهليكم وبترفعوا التوقعات منكم يعني شوف احنا انا بحكي عن نفسي شخصيا ولا مرة حاولت رفع توقعات ببلا عن نفسي وعن شو بعمل انا يعطيك حاجة لحد الان يعني انا مش من الناس اللي بقعد في مكان معين يشرح فيه عن شغل او وظيفة او اجتماع قعد فيه مع الوزير الفلاني او الوزير العلاني او الرئيس الفلاني او اللي هو بغض النظر هذا واحد لانه ما بدي اول شي حاجتين ما بدي ارفع توقعات الناس فيه رقم واحد رقم اثنين ما بدي الناس يحسوا فيه انه الحكي هذا عن تعالي عن واقع اليوم حتى بنعيشه في بلدة فهوانا بشكل او باخر اللي بحصل اللي بحصل يا بوي انه انت كمغترب في صورة نمطية مرسومة إليك في زعهدنا على زمان نحن يعني وضعنا نمطية مرسومة إليك أنك انت رايع على الخليج تجيب بترول راح تجيب دلارات راح تجيب فلوس بتعيش سنة سنتين ثلاث خمسة عشرة وانت بتعاني يمكن الديون تلتلي عليك الاهلك وناسك وعالمك في بلدك هنا ما بيعرفوا بالحكي هذا كلياته وإذا كان طبعك من النوع اللي مش شكاء كثير الشكوى حتفكر الناس إنك انت عايش ما شاء الله عليك في العلالة يعني أمورك تمام تمام وكيف حميت علي فهلا بيجي وقت معين أنا شخصيا عن نفسي بحكي كني ارتحت فيه آخر عشرة سنوات مغربتي بالرغم اني جيت وروحت وقت قرارات لكن يوم من ايام مثلا اربعة وتس وشكات وسيارة وقجرة بيت والحكاها تطار بسنة بعدها صورة تعالي انك تعيش زيك زي الناس في البلد هلا ماليا انت بعض بتعطي نصورة عن نفسك انك انت عايش في العلالة او عايش طبيعي او اللي هو وهذا باعتمد عليك انا شخصيا بحكي انه كل اللي ادخرته كل اللي عملته كل اللي ثمرته فعليا بشكل فعلي كان في اخر عشر سنوات ما قبلها كان بين انك تطلع وترجع تنجح وتفشل كان يروح انسسنا اخذنا عملنا سوينا لكن الناس نمط الصورة نمطية للمغترب هي اللي حاكمتها هي اللي حاكمتها كان معك 10.000 دينار ولا 10.000 مليون دينار انت مضروب بحجر كبير انك انت مغترب وانك انت اللي فيك توقف في اي لحظة وتدعم بغض النظر كانوا اهلك ولا كانوا مجتمع يعني حتى وانت عايش الان في نابلس او في طول كلا انفرام الله الناس بتطلع عليك انك انت وين كنت فمن هذا المنطق مضروب بحجر كبير بشكل عام بشكل متواصل فضل الله يعني زي ما يقولوها صيد غنى ولا صيد فكر هذا شي كويس مش عاطل يعني ليه كويس معنى انك انت ربنا منع وفضل عليه ليه صيد غنى ولا صيد فكر مثلا مثلا يعني صيد غنى لا بس انه احنا منعيش بس ليه انا لازم اهتم انه اهلي يكونوا شايفين انه وانا انا عشته هذا الاشي يعني جزء من ثقافتنا جزء من ثقافتنا باب بانه انا بدي اقول من اهلي انه انا ممتاز وضعي المادي تمام وانا مش ممتاز انا جيد يعني مش عم بس طول الوقت في حالة انه دائما متوقع من او بجتهد انه احسن الاشي اللي موجود تعرف ليك وي اسباب مجتمعنا معنش يعني ما بدا دخلت الان قضايا مجتمعية اول شي انا وحنا صغار في مثل ثاني بينظر في الموضوع هذا جوع ولا تعرف جوع كان ابوي يقول لي جوع ولا تعرف معنى انت جعان ما حد عارف شو جوا بطنك او شو اكلت عدس ولا اكلت اركاب بحشية ما حد عندك لكن اللي بتلبسه الناس شايف تكفي لانه المظاهر في مجتمعنا كانت في الزمنات موجودة لكن اليوم اصبحت طاغية بتلاقي الناس تطلع عليك وتقيسك وتوزنك وتحترمك في مجتمعنا وبلدنا اليوم للأسف للأسف لأسف اقول ثلاث مرات قديم عاك مصارف حتى لو كان مصدر مصاريك تجارة مخدرات ما علم علاقة بيحترموه اللي معه مصاري وضوبوله تحية لما يروع على العرس او احسن استقبال ليله لانه معه مصاري بغض نظر مصادرها بغض نظر هل هي من مال حلال او من فساد الفقر في يوم بيحسوا فيك الناس انك انت ما عاد معك هذاك الجزء من الاحترام اللي كنت تاخذوا رأى عنك لانه حياتنا انقلبت لحياة مادية هلا كان ابوي يقول لي امثال كان فيه جزء من المادي بطغة على التصرفات الناس وعلاقاتهم لكن الجزء الانساني كان هو الطاغ الاكبر اليوم هذا مش صحيح اليوم هذا عكس تماما الجزء المادي من حياتنا هو اللي بطغة على علاقاتنا وعلاقات الناس ببعضها للأسف بقول فهمت انه اليوم مظاهر بوقتكم ما كنتم مضطرين تطعطوا مع المظاهر اصلا انتو مش منفتحين على بعض او مش منفتحين على كمية المظاهر فبظن حتى الناس ما عندها تصورات يعني الناس اللي موجودة في طول كرم او في قفين ما عندها حتى ادوات قياس على شو معنى غنى او شو معنى وضع جيد في الخليج ولكن باجي بتطلع على فكرة انه عموم القصص اللي تتفاخر انه قداش الواحد كان مثلا حارم حاله عشان اهله او فعليا طول الوقت منشغل بانه مش يعيش اهله بتمام انه كمان يجتهد بانه جزء من صورته وجزء من تقديره وجزء من نجاحه اللي هو انه يعيش حدا بمستوى جيد فان باجي بتطلع مثلا بالمصار الاول من القصص اللي كمان مقططعة سواء منك او من امي انا بفكرش انه بسنين الاولى ابدا كنت عايشين بالسعودية يعني خاصا بالظرف انه ما شاء الله عليك 25000 دينار تجارة عملة تمام ده ريال ريال تجارة تجارة عملة فعليا فانتي انا باجي بتطلع بس وقتها كان في عندك مسؤوليات درسي دي وفي نفس الفترة كمان كان في عمي بدرس بروسيا وعم تاني بدرس بمصر وهدول جزء من المسؤوليات اللي موجودة عندك صح طب هذا المشهد كله هذا المشهد كله انت يعني اذا بدك ترجع هلا بالوقت بحينها مش تحليلا يعني ما بدي احلل بس انت شو كنت بتفكر في حينها او شو كنت عايش في حينها انا اقول لك شو كنت بفكر وشو كنت عايش بابا عايش عندي مسؤولية اه اه تجاه ابوي وامي واخوتي لازم لازم لزاما علي اضحي حتى في رفاهيتي وجزء من اساسيات اذا لازم الامر مشان ما ينقص عليهم حاجة هذا العنوان تبع حكا و اذكر يعني ما بده ادخل تفاصيل اذكر في يوم الايام كان ممكن يكون ابني بحاج لشيغ شغلي معين انا اذكرها تماما ما رضي تجيب هذاك اليوم لانه ما عندي لكن نفس الوقت اكس او واي حدا معين اهلي بحاجة شي لازم ياخدوه انا ضقت جوز السيارة ضربت جوز صار معاي شي معين انا اللي لازم معاني اهلي مش لازم معاني هذا المنطق اللي كان صحيح ممتاز انا مش عم بحكي عن مستوى معانا انا بحكي عن مستوى الرفاهية ربا ما كان انت فعليا لما انا بحاجة بتطلع في حين عم بتقول على انه فيه اخ بدرس بروسيا واخ بدرس في مصر طب ما كانت الناس بتدرس بجامعات محلية مشان صحيح بابا مشان صحيح شوية صغيرة بس الاساس اللي اخوي الثاني كان بدرس في مصر درس سنتين او ثلاث سنوات في مصر اللي راح روسيا راح فصل واحد على روسيا ورجع فترة التكو فيها الاسراء لمدة فصل او الاسراء اظن على طريق المطار جامعة الاسراء اش زي هيك لمدة فصل ورجع كمل على النجاح هنا اللي صار فعليا فترة الان اللي فيها كنت مضايق فيها فترة عمك اللي هو اخوي رقم اثنين محمد كان بدرس في مصر هذه الفترة انا رأيت بي كان جدا قليل جدا قليل ودخلت في مشروع الزواج ودخلت في دين فعندي عندي وعندي اهلي في الضفة غربية يرغم ان امورهم كانت يعني الحمد الله ميسر لكن بغضرش ارفع ايدي نهيا عنهم وعندي بدرجع كل سنة في اجازة ومحمد شردتين هدايا وهذا يجب وهذا كل يابوي كان جزء من الارهاق عليك بشكل او باخر هي السنة الوحيدة بحياتي روحت فيها بالسيارة من السعودية للاردن واحدة من السنوات هذه في السيارة روحت وحطت على الجسر انا ما الي عسواق اصلا لكن عشان اوفر حق التذاكر روحت في البر وكو ومثالي مثلي مثل معظم المغتربين بياخدوا حق التكت خمس ستة الاف ريال وبطلعوا في السيارة بتجرجر وبتمرمطوا على الاردن مشان ييجوا وروحوا عند هاي لهم يعطي هذا 100 ليرة وهذا 200 ليرة وهذا هدي هون هيك اللي بصير معهم المغترب يا ابني مسكين اذا بنتطلع عليهم منظور هذا مغترب مسكين وما عطى صورة نمطية عن نفسه المغترب كان امل لمجتمع محتاجه يتغرب فيها وهو لبس الدور لعبة دور هذا لعبة دور ظل لعبه ماشى معه سنين من عمره انا لما اقول لك انا ما ثمرت فعليا الا في اخر عشر سنوات من غربتي خذها مني بقيت وكل كان رايح رايح ايلي ولعيلتي ايلي ولأولادي ومرتي كله لا اهلي بشكل او باخر فالمغترب بشكل عام هو مسكين في غربته ومسكين في رجعته يشفق عليه لما يرجع الغربة هون كمان برجع مسكين لانه اليوم اطلع انا مبارح بسأل ارض الفلانية بتنباع مليونين وثلاثم ألف دينار مين شراها واحد من البلد من هون طب ما خذلي اي مغترب رايح السعودية عاش 40 سنة بجمع 22 مليون دينار بجي همش في حين سين من الناس في البلد هون اوكي صار شارس ضربات زي هاد كتير فهمت علي فهو تعال حط لي هون انا قلت همبرحيات قلت شكل المغتربين بتجوز عيال الزكاة في البلد هون اللي اتغربوا بره مقارن ببعض الناس اللي في بلد عايش هون اتصار مجوز علينا الزكاة منهم هدول الناس الفكرة ابنية مش فكرة مادية فقط فكرة انك انت بتجي بتلقى الدين كلها مجلوبة في البلد معايير غير معايير ماديات غير ماديات مشاريحة غير مشاريحة ثقافتها غير ثقافتها هذا اللي بصير فالمغترب الغربة بشكل عام مخرج لفترة معينة الجريمة الكبرى من ارتكي بحق انفسنا نستمر فيها العمر كلياته لكن داك تكون عارف نفسك كيف ترجع على برد ترجع على برد كويس ترجع ما تندلش ترجع قادر على الرجعة لانتحديات كبيرة كمان مش بس قادر ماديا ونفسيا ترجع على برد ففعليا هو يا حرام لا ما اخذها برد ولا ما اخذها جوه مضيحها تنتين على الجهتين في حالة اليوم الخسارة اللي انت بتحكي فيها اقل مرة تانية بحس لانه الواحد قادر على مستوى مثلا تواصل وعلى مستوى الفيديو كولز على الاقل يعرف انه وين واصل مستوى البلد فبقدر على الاقل يلاحق بقدر عنده فرصة عالية انه ينسج علاقات اجتماعية وعلاقات بزنس قبل ما ينزل يستثمر في البلد في البلد او ينزل ينقل امواله كمان ما بنخدع يعني ما باخد قرار واحد او اتنين او تلاتة من اشخاص او بناء على معلومات من اشخاص ممكن تكون المعلومات مضللة او مش دقيقة وكمان بنفس الوقت العودة او فكرة العودة تيجي من ايمان انه هو شايف شو برا وشايف شو جوا فبحس انه فكرة اللي انت بتقوله بزبط على تجاربكم او على تجربتك بس بزبطش على تجربتي كتير لانه اليوم انا لما بد انزل واستقر في البلد انا بنزل بوعي كامل وعرف شو موجود عرف شو ممكن اخسر اكيد بس ابلش اواجه رح اعيش رح اواجه تفاصيل اللي خليني اقول هي بتشبه غربة من مكان تاني انتقالي من اسطنبول لقطر او انتقالي للندن او انتقالي للقهرة او لاي مكان تاني بلد انا بدي اعاني او بدي اواجه مجموعة من التحديات للاندماج والعيش فيه بحالتكم بظن الاشي مش بظن متأكد انو الاشي مختلف تماما يعني حق الهواجس اللي انت كنت بتحكي عنها انت ما كنت عارف عشو راجع انت يمكن الاكستريم طبع حالتكم اللي هم في امريكا الجاري اللي في امريكا اللي سواء على مستوى ثقافي على مستوى اجتماع على مستوى ديني حملوا ثقافة اجتماعية مثلا بالسبعينات او الثمانينات وربوا ولادهم عليها وبعدين صارت الاجيال تتناحر بمحل ما لانو هو مش ما كانش بمحيط عربي يمكن بس انو باجي بطلع انو اذا بدي اجي اسقطه على عموم اللاجئين عموم المغتربين هو بطلع بامال عاطفية وامال عفوا بطلع بامال مادية وبصور عاطفية عن البلد بظل متعلق فيها وما بعملهاش update ومع قلة التواصل والاتصالات اللي كانت موجودة في حينكم ظني انو كنت مرة بعد مرة تتلاك وخيبات فانا بظن انو انت لما رجعت بال94 ورجعت وطلعت بال94 ورجعت 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 وطلعت وبعدين رجعت طوال الوقت كنت في شغلتين في شعور بحكوا عنه المغتربين من اجيالك بشعور صدمات او يمكن باول حوار حكينا عن صدمات ثقافية لما طلعت على الغربة في الاول بس هلأ وانت عم ترجع عم بتواجه صدمات ثقافية وصدمات اجتماعية وصدمات كمان مادية بنفعت تحكي لهيك سلسلة مشاهد صارت معك من القصص الاولى لليوم قبل ما نحكي عن اشي تاني خلال مراحل عودتك مشاهد في شو يعني مشاهد اللي انت استغربتها اللي انت بالنسبة للك كانت اوكي بدي ارجع بس هاي هي المكان اللي انا بدي ارجع عليه قبل ما اجواب على سؤالك بس انا بقول عن اخوان المغتربين في امريكا مثلا هذول الناس توقف عندهم الزمن في اليوم اللي سافروا فيه بالذات من ناحية ثقافية يعني يعني علاقته في البلد ما زال بذكر التيني الخرطماني اللي لقط منها في يوم الايام ما زال بذكر الطابون في المكان الفلاني وعايش عليه يعني ما يعني حتى لو بيجوا اجازات كل سنتين ثلاثة مرة هون على البلد هذول مسكين مقارنة في نحن احنا هون قاربين في الاردن بالسعودية بالخليج يعني بيضل تواصلنا اكتر بكثير مع البلد وعارفين بلد شو بتصير فيها هما هناك بكونوا فعلا صار عملية انفصال بالكامل عن واقعهم اللي كانوا عايشين واليوم بعد غربة تلاتين واربعين سنة الى واحد فيهم عايش في امريكا اقعد معه اليوم بتلاقي حتى طريقة تفكيره في البلد عم بفكر كيف كنا نفكر سنت السبعينات فهون في عنده كثير انفصام في او انفصال عن الواقع اللي فلسطين عاشته واتطورته خلال السنوات الماضية ارجع لسؤالك عن اشياء معينة تغيرت اشياء معينة الروح بتفاجئة فيها في البلد هنا اول شي بتطلع علينا العلاقات الاجتماعية في البلد بس ارجع يا بلى الاول مش اليوم ما بدي المشاهد اليوم بدي انت كنت مرة بعد مرة ترجع بال94 اخد قرار كان بعد عدة زيارات نعم بدي ارجع لها ديك الفترة وصولا لليوم عشان افهم فعليا كمان حتى العلاقات الاجتماعية قد اتغيرت يعني مش بس علاقات اجتماعية اشياء اوضاع سياسية اوضاع اجتماعية اوضاع تاني بس تعرف هذا السؤال او اللحظة اللي بتجي لك انه مش هادي البلد اللي انا حكيت بدي ارجع لها او مش هذا المكان اللي انا حكيت انه انا حلمت وربيت ولادي انه انا بدي ارجع لها او بدنا نضل احنا مرتبطين فيها بصير هذا السؤال عند المغترب انا بلش اشوف رجعاتي كانت في لما تحكي الاربعة وتسعين ما تزال الناس عايشي نهايات الانتفاضة الاولى وكان في عنا اوسلو ورجعت العائدين من برا كان في تغير نوعي في البلد هنا بصير قاعد لكن ولادي البلد هذيك الايام كانوا ما زالوا على اوصالتهم لانتفاضة الاولى كانت مرسخة شيء من الاقتصاد المقاوم الشعبية التفاة في الناس حول بعضهم هذا كلياته كان لسه بتعيش انت قاعد يعني انت عم بتعيش جزء من ثقافتك اللي تربت عليها انه جاري بهمني ابن بلدي بهمني الحكي هذا بهمني هذا كان في الفترة هذيك اللي فاجأنا هذيك الفترة اقول لك اياها انه بعد ما رجعوا الاتفاق اوستي رجع العائدين من برا تلقى انه في كثير شغلات عم نتفاجأ فيها عم بتغير في مجتمعنا مش هي اللي بدنا اياها مش هي اللي من التعامل معها طريقة حياتهم اللي بسهم مش هم الثوار اللي احنا شفناهم في يوم الايام برا هدول الناس فهذا حكي في هذيك الفترة بعدين في سنت الاختحكي سنت الـ 98 للـ 2000 لا البلد فيها تقدم اقتصادي لكن مجتمعيا صارت تتأخر شوية 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 مواهر معينة محددة صعب اعطيك امثلة بالذات شو كان بصير لكن تحس البلد مش هي البلد اللي انت اتربيت فيها وعيشت فيها دخلت الانتفاضة الثاني انتفاضة الثاني قلط على كل شي سابق وصار عنا وضع جديد مظاهر جديدة مفاهيم جديدة في البلد خلتنا نقول يلا نطلع من البلد هذا السبب انه خلنا نطلع من البلد انه انا ما عاد في اقول لك في الانتفاضة الثاني ما عاد في اوثق في حدف الشارع طالوا معي بالسيارة امنيا على نفسي الموضوع الاجتياحات اللي كانت تصير عندنا هذا كل ياته كان انا مش مهياله انا بالشكل عام لا انا مهياله ولا ولا ولادي مهياله احنا عايشين برا مش عارفين صعب نتعايش معه بالشكل اللي كان اياميها شغال معانا عشنا انا خمس سنين احنا عايشين فيه وانت كنت عايش معايا فيه لكن كانت بالنسبة لنا معانا لكن في اللحظة الاولى اللي جاني فيها تعطلع برا وحسيت نفسي حنش الابني ومجتمعي وولادي من مكان من الحكي هذا خدتوا مطلعت فيهم برا البلد فترة معينة سنتين ثلاث اربع بدي اياها انا الاخطر من ذلك انا بالنسبة لي اقول لك اياها فترة اخر عشر اتناشر سنة تغيرت مفاهيمنا المجتمعية كلياتها تغيرت مفاهيمنا الاقتصادية كلها في بلد فين شغل شغل بعد الانتفاضة الثانية على البلد بشكل كبير جدا خلى المادي تطغى على حياة الناس خلى المظاهر تطغى على حياة الناس خلى كثير ثقافات الناس سواء الدينية او مجتمعية تيجي تلقاها انت مقلوبة رأسا على عقد ما فيها ظهرها على عقد مقلوبة مش هيك بلد كنت تعرفها هلا في ناس بقول لك اوكي انا هيك بلد بدي اياها عراسي من فوق بس بالنسبة لي انا كما وليد اثنين وستين او ستينات عشت البلد اول اربعين سنة خمسة اربعين سنة من عمري بشكل معين صار صعب علي تعايش معها في ثقافتها ونهجها واجتماعياتها وتدينها في البلد هاي بالفترة هاي زي ما انا شايفها اليوم وضع صعب المادي طغط الحلال اللي بتطوله ايدك الكل بيعرف في البلد هنا قاعد انه صار الخوات الفساد سواء مؤسسي او شخصي او فردي موجود في كل محل والكل بحكي فيه بقعد مع وزير بحكي فيه بقعد مع رئيس الفتجاري بحكي فيه بقعد مع مدير امن بحكي فيه طب ولكم يا عمي اذا كل اياتكم تحكوا فيه هذا الحكي ما تحطو له حد واضح انه البلد سيرت في اتجاه معين نحو تضييع اقتصادي مجتمعي مرسوم لالف وهذا اللي وصلنا له يا ابني هلا تقول لي نقاط معينة فيه عنا عشرات الحالات والامثلة اللي بتشوفها كل يوم في البلد بس ما فيك تقعد تسرد فيها بمكان تاني انت اليوم موجود وبكون شايفك مش قادر تقعد بره البلد اكتر من اصبعين نعم مش قادر تيجي يعني ب لان اكسوجيني في البلد اصبعين بكفي هيك اه اكسوجين ترع في البلد بس شو برسعك على البلد لانها بلدي لاني بحبها بالله بقره تصرفات معينة من الناس معينين في البلد يعني ممكن اكره تصرف معين ولا اكره شخص معين في البلد بشكل عام خدها كشخص معين تكره خلق فيها في البلد لكن تكرهش البلد تمام قصدي فكرة انه انت بدك ترجع على بلدك حلوة بس على مستوى تنفيذ يعني فاهم انه فيه شعور بس قصدي اذا بنفع يوميات اللي انت بتعني لك هاي هي البلد بالنسبة لك يومياتك في البلد اللي بتخليك انه اه انا بتدعيش فعليا عمري فيها انا خلقت شوف انا لما قررت اني اتقاعد وتقاعد نشط في البلد يعني جيت عن بلد هون وخالق لحالي مجتمعي الخاص خالق لحالي سوائك مجتمعي اقتصاديا او اجتماعيا بشكل او باخر انه انا اقدر اتعايش جواته يعني من حيث الاستثمار والارض والحكي هذا كله انا عندي الارض تبعتي اللي بعتبرها مملكتي مثلا باشتغل فيها وباشغل غيري فيها معي فيها فهذا مكان معين شي معين انا بسطني بيتي اه صارت اهتماماتي فيه غير اهتماماتي اول يمكن نتيجة دخولي في سن معين انه انا اتغيرت اهتماماتي حتى فيه ما عاد هم انه فقط اروح اجيب ااخذ وظيفة واجيب مصاري صار اهتمام اني اخلق تغيير وتطوير وتحسين في اشي انا بتعايش معه فعندي يومياتي بتختلف وممكن عن كتير ناس انا بصحل الصبح بعد ما اصلي بشرب قهوتي بنزل حديقتي بقعد ثلاث ساعات عندي يوميا الناس بروح على الجيم بروحي بشو برا انا بمشيهم من جوال حديقة بشتغل بنكش بزرع اه بنزل على مكتبي اه بطلع العصرية على ارضي برجع في بيت اجر في مكان فلاني في الزعرس في مكان فلاني هذا كل ياته قاعد خالق الجو تبعي بالطريقة هذي تلتسع بعض الاحيان من مكان معين من شخص معين مش مشكلة بلدك تعيش فيها فهذا بشكل عام احنا بلدنا احنا اللي بنحبها واللي نظرنا عشانها وانا من الناس اكتر شخص كان داعي وما زلت داعي انه روح على البلد وكيعيش في البلد بلد تستاهل بلدنا تستاهل ولما انشأت اول شغل في طول كريم هو انا في 2021 كنت اقول يقولوا يروح رام الله وكي اقولهم لا طول كريم تستحق ما زال عندي قناة عنه بلدي تستحق حتى لو فيش المشروع معين فيها ما عندي مشكلة بس انا عندي قناة عنه البلد تستاهل هلا انتقادنا او انتقاد الذات اللي بنوجه لنفسنا ولا بلدنا بعض الاحيان ما بيعني انه بلد سودة بيعني انه تصرف معين وجه لنا وتم اقتيادنا وتوجيهنا انه نعمله اليوم هذا خارج اصلا عداتنا وتقاليدنا واصولنا والحكي هذا كله ما بقيس عليه بلدنا وشعبنا وناسنا يعني انا بعطيك مثل صغير مثلا لما يمكن يوم الايام كنت انا انتقد مثلا او غير ينتقد ابو عمار في سياسه معينة مثلا لكن لما اقعد انا شخص مصري اردني ولا سوداني وجيب سيرت ابو عمار بكلمه ازعد اه مان مان ما نسمح لحكي هذا فانت بالاخر فيك تعمل نقط ذاته الى ذاتك بس ما فيك اش تقول الدينية كلها سودة وتسود بلد هجوه الناس لا يا سيدة بلد حلوة وايلا حلوين مملاح لكن عشر سنين الاخرانية هذولا تم فيهم ومصر عليها انا انه تم فيهم عملية عملية تدمير ممنهجة اجتماعية واقتصادية وبالذات اجتماعية لانه تدمير الاجتماعي للبلد انه هو اللي بود يكون عندنا عمالة هو ودي يكون عندنا فساد هو ودي عندنا يكون عندنا خراب مؤسسي هو ودي عندنا كل شي بذكية فهذا اللي صار عندنا انا من هذا منطق اللي بحبوش انا بروعه السعودية واللي بروعه الاردن بلقى نفسي جوه بلد فيها نظام فيها دولي فيها كذا عندنا اليوم لا عندنا اليوم يا سيدي اذا حدا ماشي عكس السير وانت حكيت معه كلمة بكل سهولة ممكن يطول مسدس وضخق من غير لا شي وين كان عندنا الحكي هذا انا في السبعينات انتحرت واحدة عندنا في كفين وقعت دبت حالة بير كانت قصة هذه قصة في المنطقة كلها ياتها اليوم تسمع القتل والرش والطخ واللي بدو صفح سبات طخ على كذا السيارة ايش الحكي هذا هذا مش قيمنا ولا اخلاقنا ولا بلدنا ولا الديننا هذا اللي بخليك انت تنزعج من بلد لكن هل انزعاجي هذا بخليني انا افكر في جنسية في تركيا ولا الجنسية في استراليا ولا جنسية لا يمكن الحكي او اقامة دائمة بلد ثاني لا يمكن بخلينيش عندي عندي سؤال بعرشكي اجابته هاي فيها مسئولية تاريخية بت الشعور اللي موجود عندك اليوم يعني انتي وصلته كتكليل قصة نجاح يعني هيك ايه لك ولولادك بس بتنصحني نفس الاشيي انت كيف تحكي ما هتمش بجنسية تاني او ارتبط اكتر في البلد واكون موجود وما هتمش يكون معي جنسية تركية ولا جنسية هذا رح رح اسمعو انا ورح يسمعو يعني اه كمان اولادي نا شوف يمكن الجابة عليه شوية تركي هذا ينتبه عليها يعني الله يرضي عليك يعني انا بقولش انه مترجعش على البلد اوكي بقولش بقولش تاخد جنسية عفهم بقول لو اخد جنسية سواء كانت تركيه او استراليه او امريكانيه او ورور انيش ما كانت تكون ما عندك مشكله مش خساره رصيج زي ما عندك مئه اف دولار في البنك ممكن يكون معك جواز سفر تاني موجود من بلد تاني هذا الحكي ما بنقص ولا بقلل من قيمة اهتمامك في البلد وعيشتك في بلد واستثمارك فيها هو بالعكس هو بعملك مخرج انا بالنسبة الي على مدى ثلاثين سنة الماضية كانت مخارجي اني بقدر اطلع ودائما كنت اقولها عندي رجل بره ورجل جوه محافظ عليها طول وقت انه مشان ما احس نفسي اسير ومحبوس في الضفة غربية ولا احس نفسي مهاجر ومهجر عن الضفة غربية فكنت محافظ عن نفسي هيك فالان انت برجع لك اذا بدك تاخذ الجواز وتخلي الجواز هذا تبلش تقول لي والله انا معي امريكان سيتزن روح ول انت وامريكا تبعتك بديش اياها لكن ما يخذ الجواز وعارف ان فلسطين بلدك وطول كرم بلدك وناسها ناسك وهذا الجواز انت بتستفيد منه الاغراض انت بدك اياها وبتساعدك في حياتك وتقدم وتطورك لا اخذ جوازك ما عندي مشكلة لكن تاخذ وتبلش تسبع البلد بقول لك لا يا حبيبي شكرا لك لناشية الجواز طيب انا دي احكي لك عايشة تاني النقطة الامن اللي انت بتقولها انت كحدة فعليا ممكن تخلق يعني دوائرك او الفقاعات اللي ممكن تعيش فيها ومن مين تشتري ومن مين تعمل وخط مسارك من 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 الدار لمكتب لسوبرماركت لكهو وتروح او تعالى مزرع او ترجع بحالتي انا لما بدي ارجع عالبلد عشان ابني اكتر لسه كدامي وقد اضطر احتك بناس اكتر فمضطر اتعاطى معي اللي ممكن يحمل مسدسه ويعمل لي تهديد انا بشعر انه انه في في بعرف الشو اجاوب الناس اللي بتحكي المثال اللي انت حكيته بانه هو رح يتغير هو رح يضطر يستخدم اساليب او يعمل اشياء هو ما بيحب يرجع لها او ما بيحب يعملها ابدي احكي لك مثال تاني بتعرف شو لما بزيارة الاخيرة كنت ماشي من دار دياب يعني الله يذكرهم بالخير دايما ويرحمهم اللي هو رفعة والده القصة هادي من اكتر القصص اللي يعني بتكشعر بدني على قد ما انه كنت معتاد على انه تمرك من هناك تشوف الوالد والدهم اه وتسلم عليه ويضحك بوجه الناس وبيعرفهم او ما بيعرفهم على قد ما هاد الدار هيك كانت دار عنوان لطافة وامل وبتسامة والدار يعني دار عيلي محترم وناس محترمين على قد ما شو صار فيهم يعني وتحديدا بعد قصة ابنهم كيف انقتل اه يعني حصرة وبتعرف لما رجعت الكيت الدار ما بيوعه فتعززت حصرتي اكتر انا ما كنتش حكي لك هذا النقاش بس كعب بتطلع انه انه هي هاي يعني انه هدولا الجماعة اللي عندهم قصة الروابط في البلد وعندهم يعني العيلي مش جاي من قرية تانية او كزا عيلي موجودة جوه البلد وعيلي عايشة جوه البلد وعيلي مؤسسة جوه البلد وعيلي قوية جدا جوه البلد بس عم بيشوفوا انه اه ما فيش ما فيش مناصة انا بفكر انه قدام مشهد مثل اللي انت بتقوله كل الشباب معرضين له طبعا عشان ايك انا بالنسبة لي قلت لك انا بوضع زي وضعي ارجو انا تسقط تجربتي على تجارب الكل كل واحد وتجربته الخاصة فيه انا بالنسبة لي في سن معين لا ارى نفسي الا في بلدي بوضع اللي انا فيه بتكيفي لنفسي ولا ذاتي ولا محيطي بالشكل اللي بريحني اليوم اوكي هذا هو لكن كل حالة لا حالة الشباب الله يكون بعونهم انا اقول لك اياها على واقع اليوم احنا بنعيش في الضفة غربية هنا الله يكون بعون الشباب سواء المغتربيين لما يفكر في بلد وكيف بده روى عليها او اللي عايش في بلد واللي صارت ظاهرة عنا اليوم انه الشباب كله قاعد بده يطلع على اوروبا بده يطلع على مش عارف وين وبده يطلع يعمل لجوء سياسي وبده يعمل وكم يعمل يستنوا شوية صارت ظاهرة الشباب عندنا كيف بده يطلع عبارة البلد انا ما بقول انه الكل الكل بيفكر هيك لا مش الكل بيفكر هيك لكن هذا ما اقول انا اسمع اول يمكن اليوم تجارب بعض الناس نجاحات بعض الناس يمكن الصورة الكاملة للاجئ الفلسطيني اللي بيعيش في مخيم لجوء في المانيا وفي بريطانيا وفي مش عارف وين ما بتنتقل صح للناس هنا وبنتنتقل للصورة الورديلة ما اخد الجواز وصار معه قرشين وهنا بيخلي الشباب تتضلل التضليل على الشباب عندنا هون من كل جهة يا بني فانك تسقط تجربتي انا عليك انت شخصيا تسقطها طب ما بتسقطها بس انت شو بتتنصحني انا واخوتي ما بتطلع لبعيد ونحكي عالشباب عندك انت اربع نمادش موجودين وازن 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 بين الثنتين تتمسك في بلدي على ما اي عليه اوكي تتخلاش عن هويتك الفلسطينية زي ما بتعمل والحمد الله اوكي تتخلاش عنها نهائيا لا تخلي نفسك اسير العيشة في بلد كل وقتك ولا تخلي نفسك اسير غربة مغترب كل وقتك بتكون موازن بين الثنتين المحافظة على نفسك وعلى بلدك وعلى مجتمعك وعلى اهلك هون نفس الوقت انا زي ما كنت اقول عن نفسي رجل بره ورجل جوه عاطفيا ونفسيا وماديا انت بتفكر هذا بقدر الواحد يعملوا اليوم فعلا مع الايام تعملوا مع الايام بالعمل بس انت قعد تلفع راسك بشكل اداري عم تحكي عنه بس فكر فيها مرة تاني على مستوى عاطفي انت بتفكر عن جد انه احنا بنقدر نعمله ليش ما تعملهوش بابا ليش ما تعملهو احنا قاعدين بنعمله احنا قاعدين بنعمله بس انت من واقع تجربتك بتفكر انه بنقدر عن جد نعمله نعمل الموازن اللي انت بتحكي عنها تعملها بس مش سهل بس كمان انه انا اجد نفسي مغترب الى ما لا نهاية مشكلة كبيرة المعضي العظيمة ونجد نفسي محبوس في ظل ظروف احنا بنعيش في الضفة الغربية كانين حاليا لست مجمورا عليها كما بدش هيه طيب بمكان تاني بكل المصاري اللي حكينا الرجال في مجتمعاتنا خاصة في المجتمعات المغتربة وخاصة اجيالك هم اللي كان مطلوب منهم يعملوا كتير ادوار دور دور النساء ودور امهاتنا ودور الزوجات فعليا بنذكرش بالسياق هذا لانه زي كأنه طول الوقت العين على الشخص اللي بشتغل الماكنة بس في الوقت نفسه الشريكة او الزوجة اللي كانت موجودة ورافقت في هذا المصار ممكن تكون دور منغص وممكن تكون دور داعم وبظن كمان فيه اثار سلبية ما نحك عنها او ما بنحك عنها نتيجة كمان عدم قدرتها العمل يعني بفترات ما اليوم بتقدر تشتغل عدم حرية الحركة مثلا كانت كتير اقل بالسابق وكتير تفاصيل يمكن اليوم تغيرت بس بظن انه يعني او خلينا احكي مش تغيرت بطل مشهد بشبه اليوم الست هيل بتطلع تطلع بتشتغل بتأسس شركتها وممكن هي تعمل استقدام لزوجها لاحقا فالمعادلة صارت مختلفة حتى لو اشتغلت برا عندها فرص عمال كتيري بالمصار اللي انت مشيته اذا بدي احكي على امي من غير تحليل وين يعني شو بتحكي هون هون شهادة للعمر يا ابا هاي شي الشهادة صار عليك ضغط هون ما في تحليل ما في تحليل يا ابا هون شوف اذا بدك تمسك مصار امي معاك من اول من اول زواجكم غربتكم لليوم شو السؤالنا احكي عنه كتير احكي عنه كتير كتير اه تستفيد وتعطيها حقها تتعمل تتحمل نتائج انت بعدين شوف حبيبي احنا بالسعودية بالذات ممكن وضع المرأة وجودها في السعودية مع زوجها ممكن مختلف عن اي دولة ثاني في العالم كمان يعني مش بس في الكون الرجال بيشتغل وكون الرجال اول شي ان سعودية بلد المرأة كانت فيها محاصرة يعني محاصرة بشكل كبير جدا وهذا الحكي كان بيلكوا عبئ على الرجال وعلى الست في وعلى الست اكتر طبعا بس الرجال كان يلكح حاله انه مزنوك انه مروح تعبان هل كان ميك الهواء مروح بلك هالمسكينة قاعدة في الدار لحالة طول النهار تحكي مع الحيطان يلا ناخذها ونطلع فيها ولو لف بالسيارة في المكيف لفه ونروح يعني فكمان هذه كانت معاناة وجود مرة معك تتحمل كل الضغوطات اللي انت خلقتها على مدى ثلاثين سنة في تقليب حياتك وتغيير حياتك من نمط الى نمط ومن بلد الى بلد ومن وظيفة الى وظيفة ومن كيان الى كيان هذا بحث ذاته اعتقد يحسب للمرأة طب انا ما بدي احكي للمرأة بشكل عام انا بدي احكي عن امي في بنحكي عن وسيلة نحكيش عن المرأة هلا او عن النساء بشكل عام بدنا نخصص خصص خب وقول لك انت سألتني على المرأة انت سألتني عن المرأة لا 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 انا ما سألت عن المرأة انا سألت عن إمي عنا راسي وفوق عشان فعليا يعني الحكة العام بهذه السياقات بضيع بضيع تفاصيل أنا بحب التفاصيل أنا بالنسبة لي بالنسبة لي بالنسبة لي وإمك وإنتو تحملتوا معي الكثير الكثير في تقلبات حياتي لأن حياتي ما كانت مستقرة على نوات واحد لم أكن موظف يوم الأيام بروا بطلع الساعة 8 صور برجع الساعة 4 المساء وعنده 60 يوم إجازة بالسنة وعنده وعنده لحك هذا كله أنا كل يوم عنده كان نمط جديد من الحياة نمط جديد من الشغل في حياتي كله وسفري كان كثير سواء كان في تنقلاتي ما بين الضفة الغربية وبين السعودية أو ما بين في سعودية نفسها أنا في الشهر الواحد كنت سافر خمس سفرات فوجود إمك معي وجودكم معي في الفترة هذه كلياتها كانت معاناة عليكم من جهة صح في لها مردود مادة علي وعليكم كلياتنا وبالحمد الله منعم فيه قاعدين كلنا مع بعضنا لكن كمان إمك بالذات تحملت الجزء الكبير من الحكي هذا معايا انه تيجي الضفة الغربية تستكر تعمل لها صحاب تعمل المجتمع بسويتش صغير يلا طلعنا نطلع على السعودية واذكر مرة من المرات يا دوب هيأت نفسها وجهزت نفسها وظبطت حالها أظن 2005 الحكي هذا كان يوم ما طلحنا وياكم أوكي 2005 ونتعايشنا مع البلد طلعنا نطلع على السعودية حملة تراب من حديق تراب لحديق وطلعت معها سعودية وبكت تفلست لأنه أنا عم بقلب حياتها من جديد بالروعة السعودية بنعيش خمس سنين كمان فينا مجتمع فينا حياة فينا كاعدة برجع باخذ قرار روح مرة ثانية على الضفة غربية هنا كمان تقع في مأزك وفي صراع مع نفسها وفي ضرورة تغيير وضرورة مواكبة تغير هذا الرجال اللي قدام ها لي وكل ساعة عم بغير رأيه وانا معروف عنه عند امك تعرفني كويس يعني انه أنا من الناس اللي ما إلي قرار ثابت ممكن أغير في أي لحظة في أي اتجاه يعني ديناميكي جدا في اتخاذ قرارات وهذا الحقي مش كل الناس يدري استوعبوه امك عاشته معي وتعايشت معه ما بحكي تحملته بالكامل لكن تعايشت معه واستطاعت انه تتحمل في كثير من الأحيان وفي معظم الأحيان وهذا الحقي كان جزء منه حتى قرارات استراتيجية في سفر في تغيير مكان حياة في في الاخ مثالك هذا من تغطين قصص تستحضر قصص من من المراحل الاولى كمان مش مش اليوم يعني هاي فكرة التعايش او التحمل من قصص والتحمل يعني هي امك لما تكون درجة على فترة شباب يعني لما تكون امك عروس جديدة وتيجي على السعودية ومطلوب عليها تغير من الضفة غربية بنمط حياتها لنمط السعودية المرأة اللي مغطية ومنقبة وممنوعة وحكي هذا كله تيجي تلاقي جوزها راتبه 3000 ريال مديون ب25 ريال اللي هو فلان اللي عنده 10 ونقصت ونقصت الفترة معينة استطاعت واتحملت الفترة هذي كلياتها استحملت معي كليات الفترة هذي هذي من أصعب الفترات اللي عشنا أنا وياها عشنا سنتين ثلاث وتروع توجيه هاي الفترة كمان مين حمل وزر قراري إني أنا أروح صح أنا حملت حكيت أنت أنا حملت منه بس اللي كان فعليا مرافق لرجاء وماشي مع رجاء وبعايش رجاء وبتحمل مع رجاء هي كانت امك سفرات الكثيرة اللي كنت سافر أنا وانا بره يعني وانا جوه في البلد لما كنت عايشين في طول كريم وانا عايش في رمال سفرات اللي ما كنت أسافر في يمين ثلاثين وأسافر في الشهر مرتين ثلاثين هذا مش عيبئ كان عليها هذا عيبئ بسأل السؤال بش لأنه لأني بعرف منها وكمان منك بس منها أكتر أنه كمان أنت كنت وعي لفكرة الأثر عليها وظلم بمكان ممكن يكون وقع عليها بمراحل ما نتيجة المصار العالي فعليا أو المصارات اللي موجودة وكان طول الوقت فيه أشكال تعويض يعني أو أو استذكار ل ل ل لفترات زمنية اللي اللي انت فعليا تحكي عليها معلش أنا لسه عم بطمع بتفاصيل أكتر عشان أعرف هذه الفترة يعني اللي هي أمهاتنا يعني أمهات أجيالنا بغير قضية التعايش هاي شهادة للعمر مش عارف أنا عم بدفش أكتر فعليا عشان حتى أنا وأخوتي قاعديني بنسمع قصص لأول مرة بكل هذا الحديث بس بالعلاقة مع إمي بالعلاقة ما بين مغترب وزوجته بس أنا بفكر أنه بالمصار تبعك أنت وإمي هي كانت شريكة بشريكة غربة بشم المفهوم تبعي اليوم اللي هو المفهوم تبعي أنه كل إشي حد التفاصيل ماديية عم بنحك عنها بس بسياق أنه أثر الغربة ومساندة الأسرة بناء البيت ترباية لولاد التفاصيل الكتير مش بس فكرة اللي هو تماني للأربعة أو التفاصيل هذي فيه كمان مصار موازي داخل البيت اللي إحنا ما هكينا عنه بما ينكفي بس بظن الأثر الأكبر أو الوقع الأكبر كان على بكون على الأم بهذه الحالي كان على أم أنا عم بحكي والله يا ابني أنا بكتولع سيجارة لا 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 ما في سيجارة أنا اكتشفت في وقت متأخر أنه أنا غياباتي هذه وسفرياتي هذه أنا كنت تعتبرها في يوم الأيام أو طول وقتي كنت تعتبرها إنه عبارة عن وسيلة من وسائل الفرح التغيير والإضافة النوعية لكل واحد من أفراد الأسرة هيك كنت تطلع عليها بس أنا بالنسبة لي بحق أوكي تطور مادي تطور مهني بسعد عيلتي بشكل أو بآخر لكن بدأت أسمع أصوات من أكم من سنة وجاي أوكي إنه هذا الحك نتفضل فيه حاليا إنه كان ضغط على العيلي أنا يمكن كن عني مغمضين مش شايف أي ضغط على حدا فيكم أنا شايف أحمد مبسوط إنه يطلع السعودية أوكي ويرك بتجيب تعب أول يتزعرن أوكي هيا كانت بالنسبة إلي يعني شايف أحمد مكيف عليها لكن فعليا فيه أمور أخرى كانت ضغط على أحمد إنه أنا يوم الأيام ترخت وطلعت ست شهور أو ثلث شهور مثلا وسافرت برا البلد ما كنت حاسي مضغوط أحمد واللي خلاني أحس في الضغط هذا يعني أو نبهني بشكل أكثر إنه أنا فعلا مش منتبه على هيك ضغط على عيلي كلها وبالذات يمكن يكون على إمك رجاء رجاء بتناقش معي الموضوع بتقول لي بابا أنت ما كنت معنا بابا أنت ما كنت تعبر نا عن مشاعرك بابا أنت كنت لحد ما فكر حالك قريب مننا بس فعلا بعيد عنا الآن من ثلاث اربع سنوات وجاي صرت تكون بشكل أو بآخر تكون أقرب نحس فيك بتحاول تناغش نا تصاحب نا أو بتكون معنا هذا الحكي بصراحة أثار في أنه هل فعلا طول سنين هذه أنا كاين عامل ضغط على أثرتي وزوجتي ولادي وعيلتي بالطريقة هذه يبدو أنه صح في إشي لو برجع فيك الوقت ما بت أو عفوا لو برجع فيك الوقت في إشي بتغيره من المسار الطويل اللي كنا نحكي فيه من أول للآخر مسار المهني يمكن ما غيروش بس يمكن بخ بشتغل على أني أخلك توازن أكثر ما بين الشغل والعيلة هذا اللي يمكن أعمله أما كمسار مهني أنا مبسوط من كل مرحل لمراحل العمري حتى المراحل الصعبة عليها كانت جدا سواء مهنيا أو مجتماعيا أو اجتماعيا أو ماديا أو ما تطلع عليها اليوم هي كانت أساس من أساسات النجاح في المستقبل يعني بعدها لكن أني أنا أكون جاهز أشتغل 46 ساعة متواسطات في اليوم أو مش في اليوم عفوا من غير نوم وعند الجهد والطاقة لأحكي زي هذا وفعليا أكون مغفل وغافل عن أنه أنا أقعد مع زوجتي أو ابني أو بنتي ونتناغش ونحكي ونلعب مش كان داري بيه أنا هذا على فكرة أنا اليوم بواجه حالة معينة من حالات لشخص معين مهني زيادة على اللزوم وواصل فيه مرحلة أنه عم بيخسر حياته قاعد عم بيخسر كل شي فممكن الواحد يوصل مرحلة يخسر كل شي نتيجة أنه يكون مغفل هاي الجانب فأنا كائن شكلي كائن مغفل أتمنى وأرجو أن لا أكون يعني غفلتي عن عيلتي ما كانت كبيرة ولا كانت كلية ولا كانت لدرجة أنه خسرتكم شي يابا شو بتوصينا أنا وأخوتي على فأي إيش بدك أوصي بسياق السفر والترحال والغربة والعلاقة مع البلد والعلاقة مع الأسرة نا سافره انبسطه ما تعطي الشغل كل حياتك وازن بين الثنتين بس يعرف دايما أنه بلدك هي الحضن اللي بقولك شيوم الأيام لا مهما جرى شو ما كانت تكون ظروفها شو ما كانت تكون صعوبتها بلدك هي الحضن الأخير اللي ممكن تنجأ لإله زائد لا تستنى العمر لقدام لتوفر فلوس بتكون متأخر معنى توفر إنك يكون لك مدخراتك من أول يوم بحياتك لما تيجي بوقت متأخر وتتدخر فلوس ما عندك الوقت لتستمتع فيها ولا عندك الوقت تعمل فيها شيء فعيشوا حياتكم صح بنفس الوقت ابنوا لمستقبلكم مستقبل ولا تكون لكم دام صح طيب أنا بالعادي بنهي بسؤال المقلوب يابا فرح أسألك سؤال كمان محرج من الأسئلة الكتيري مقلوبة أمي أسكى مقلوبة ولا لأ أسكى مقلوبة أسكى مقلوبة بدون تردد حطيت إيدي على راسك وحلفتك بالله مقلوبة أمي أسكى مقلوبة بدون يمين أسكى مقلوبة طب أنت بتعرف تعمل مقلوبة ولا لأ بعملها بتعملها أسكى من مقلوبة أمي أكيد لا ياه شكرا كتير حكيلي انت هاي المقلوبة السؤال يعني دايكه وعارفه وبتاكل المقلوب في اكتر محله وشفتها اعتقد انك تنكرش ان مقلوبة امك هي ازكى مقلوب مقلوبة امي هي مقلوبة امي يعني هي ما بتدخل اصلا بمناقشات المقلوبات دايما هي قاعدتي انا ففي مقلوبات معاييره اشياء وفي مقلوبة الام زي ما هي بتنعمل يعني ما حدا بيجي بقعد يراجع بعلاقته مع امه فنفس الاشي مقلوبة امي يعني ما نحبش الحمص الحب معها بس من امي بطلع زي العصن خالص ممتاز ياه شكرا كتير يعني سعدت وتعلمت وانبسطت وممنون لك كتير على يعني تحملي بنقش كتير تفاصيل من اكتر المكان حتى اشياء انت متوقعتها متأكد بتمنى كان كمان حوار خفيف ولطيف عليك وشكرا انه يعني سمحت لي اعمل هاد التوثيق على مستوى شخصي يعني لي كتير مش شوي وشكرا انه كمان انت شاركتني هاد اللحظة يعني لحظة تكليل مية حلقة وشكرا انه النقاش كان نقاش العيلي نقاش امي ونقاش اخوتي لانه يعني بالنسبة لي جزء اساسي من فكرة التقارب هي هاد التقارب الكتير قريب الاول فالاول والاقرب فالاقرب فممنون لك على هذا الحوار وشكرا يعني هذا حوار للعمر راح يضل مية على مستوى شخصي وراح يكون يعني من اغلى الحلقات على الاطلاق في تقارب شكرا شكرا احمد يعطيك العافية انا انت وفريق العمل طبعا شكرا اخي زكرية ومين كما كان يكون ورا البرنامج هذا انا برجع اكد عليه كنتو بداية الحلقة يعني انا بالنسبة الي البرنامج التقارب بداياته كنت اعتبره اي برنامج عادي لكن ثبت لي انه برنامج جدا متميز احمد بي قاوي متميز جدا في البرنامج هذا في تطوره في تطويره وبتمنى انه فعلا تكون اديت ال 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 وصلت الاهداف الي رسمتها نفسك في المية حلقة الاولى لانك وعتني كنت لبعد مية حلقة ببين معايا وين حقر وين حروف البرنامج هذا انا سعيد جدا فيك وسعيد جدا في برنامجك وبأكد لك انه اه في قيمة عم تنضاف لكل من بسمع البرنامج هذا في المعلومة اللي ممكن يأخذها منه يعني أنا حضرت حلقات معينة كانت بالنسبة لي جدا مميزة في معلومات أضفتها ما بتخطر على بال الإنسان أنه ندور عليها في كتاب أو يلقاها بمحل معين بتكون نتيجة النكشات والتنكيش اللي أنت بتنكش فيه برنامجك أنت متميز برنامجك متميز يعطيك ألف عافية فخور فيه يا أبا فخور كتير فيك يعطيك ألف عافية حبيبي سلامك الله شكرا جزيلا لكم يعني هذا الحوار غالي جدا على قلبي شكرا لميت حلقة شكرا لمتابعتكم شكرا لتقاربكم شكرا ل يعني شكرا لكل مشاركاتكم وكل مسانداتكم وكل دعمكم على مدار الميت حلقة شكرا لوصلتوني لمحل أنه كمان على مستوى شخصي أكون أقرب لأهلي وناسي شكرا لكل بيت انفتح لي وشكرا لكل حدا ساعدني عشان أعمل هذا الشيء بعنيلي من أبسط التفاصيل لحدا حريص على أنه يكون لي مشاهدات فبشغلها على تليفونه من غير ما يشاهد أو برجع بفتحها مرتاني عشان يعدي لي مشاهدات من اللحظات الأولى وكل المساندات وكل الأسئلة لكل تواصل وكل اتصال للمرحلة اللي سنتوني فيها لأوصل لهيك محل اللي أتقارب فيها مع أبوي وأتقارب مع أسرتي وأتقارب مع حالي ويكون التقارب دائما أقرب شكرا جزيلا للكم نلتقي في حلقة جاي مستمرين ومكملين في تقارب شكرا للكم